طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. آآ نهاردة هنحل سوا ان شاء الله امتحان فول عشرين وعشرين متر. آآ يعني الامتحان لا ما تبص عليه كده هتحس طويل. اه هو فعلا طويل بصراحة يعني. بس يعني ان شاء الله هنحل سوا. ان شاء الله يعني الموضوع يبقى سهل. هنحاول نبصف ديناه على قد ما نقدر. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. بسم الله نبدأ اول سؤال. طيب بيقصي بقى بيقولك في السؤال الاول ايه? consider the following mips instruction assembly code. طيب? بيقولك loaded in memory at address الرقة. ادى الادرس ده. طيب. ده الادرس ده ايه? الادرس ده شايل الانستراكشنز يعني الانستراكشنز دي اللي هو الميبس السيمبلي كود متخزينها في الادرس ده تحت بعض. طبعا هو الادرس ده بداية الاول الانستراكشن. بعد كده بيترتبه تحت بعض. طيب. طيب. الكلام ده جميل. احنا المفروض احنا بنيرى السؤال زي كده. لازم تبدأ ايه? ترتب معلوماتك. يعني. انت دلوقتي قال لك ان ايه? انك قال لك ان ده ده بتاع الانستراكشن. طيب. الكلام ده جميل جدا. طيب تعال بقى نشوف ايه? نشوف اللي بيقولك ايه اللي بعده. بيقولك ايه? بص. hold the value ايه دي. طيب. انت بغاية دلوقتي. هل انت عارف ال value دي ايه? معلش كمان فيه معلومة كمان ان دي معناها يعني معناها ان الرقم بتاعك ده بس عشان ايه? تكون لقط معايا. طيب. هو احنا رجعنا نرجع نقول بقى الاستوار نشايدة القيمة دي. هل انت عارف القيمة دي ايه? يعني هتكمل بقى هيقولك ايه? هيقولك ان ده. يعني معنى كده ان الرقم ده ايه? ان الرقم ده عبارة عن location. الرقم ده اللي هو نفسه الرقم ده خلي بالك. طيب? يبقى الرقم ده عبارة عن ايه? عبارة عن location. يبقى كأيه ان الاس وان ده عبارة عن pointer. طيب. تعال بقى نشوف نرتب معلوماتنا كده. احنا قلنا ان الاس وان. ان الاس وان شايلة الرقم اللي هو اكس. آآ وان زيرو زيرو زيرو. بعد كده زيرو 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 زيرو. طيب? حاول لما ما تكتب الالقام يعني تكتب اربعات اربعات كده دي هتبقى اسهل لك. طيب. تعال نجمع بقى اللي بعد وانت دلوقتي الرقم ده بقى ايه? عبارة عن ادرس صح? طيب. الادرس ده شايل ايه? الادرس ده شايل قيمة. القيمة دي عبارة عن ايه? تعال نرجع نجيبها كده. الاربع افات سبعة وتمانين تمانية وتسعين. يبقى عبارة عن ايه? اربع افات. سبعة وتمانين تمانية وتسعين. يبقى كده انت عرفت الموضوع متنظم ازاي? طيب. آآ بيقول لك ايه بقى? بيقول لك آآ آآ الرقم ده الفاليو دي. طبعا? يعني محطوط عند ايه? زيرو اكس تمنتلاف. طيب. آآ طبعا زيرو اكس دي برضو هيكسة دي اسمال. تمام? يعني بيقول لك لو محتاج عناوين او كده. هتلاقي الجداول في الصفحة التانية موجود فيها كل حاجة. طيب. تعال نبدأ اول سؤال. بيقول لك ايه? اول سؤال. زي اس بي. طب ايه الاس بي دي? الاس بي دي اللي هي الاستور بايت. اللي هي الانستركشن اخيضة دي. زي اس بي انستركشن انز اباف كود. انتو مبس اسمبل لانجوج. زي انستركشن انكمبليت مشين كود. يعني هيبقى. آآ هتجيب المشين كود بعد كده تحوله ايه? تحوله لهيكسة دي اسمال. طيب. تعال بقى خطواتنا. طبعا انت يعني اول ما قولت السؤال كده المفروض تكون عرفت ان انت هنا هو انت هتحول ليه? اللي هي المشين كود. طيب وبعد المشين كود انت المفروض هتحوله ايه? المشين كود ده هتحوله لهيكسة طيب. طبعا لما عشان تحول لمشين كود لازم تبدأ تعمل اول خطه في دماغي. يبقى اول ما يقول لك ماشين كود لازم تشوف الانستركشن دي ايه? انهي فورمات فيهم. يبقى تعالى كده نبص على الستور بايت دي. الستور بايت دي لو تفتكر احنا قلنا كوبي داتا والكوبي داتا كانت عبارة عن اي. يبقى احنا كده حددنا السؤال تقريبا كله. احنا حللنا السؤال بقى ده ما عرفنا ان دي احنا خلاص كده يعني احنا ما فيش حاجة تانية تتعمل. انت بقى تبدأ ترسم ايه الجداول الجميلة اللي انا كنت بعملها لك. بص هتبدأ ترسم ايه? انت دلوقتي عندك اي فورمات. بنقول لبداية السؤال واحد. وهنكتب في الاول احنا قلنا الاول بنخليها بالديسيمل. طيب. هنقول ايه? اول حاجة. طيب لو تفتكر الفورمات بتاع الاي. كنا بنقول ايه? بس هنا كنا بنشيل الدي. فكتبقى بعد كده. ارتي. بعد كده بتعمل او الاميديت. طيب. آآ هنرجع نقول ايه? انت دلوقتي محتاج من الجدول تروح تجيب بتاع الاستور بايت. ومحتاج تروح تجيب الار اس. الار اس طيب واحنا دهاتي هلا احنا عرفنا اصلا ار اس وبرعا ايه? لأ. يبقى انت المفروض بعد ما تحدد هي اي فورمات ولا ار ولا جي تبدأ تحدد كل الار اس والارتي والار دي. طيب انت طبعا هنا مع عندكش الار دي فا انت هتقدد اتحدد الار اس والارتي. طيب احنا قلنا في الاستور بايت واللود واللود وورد واليستور وورد الكوبي دا بتأتي كلها. ما تفكرش هو مين ومين مش عارف ايه? انت دايما خد اللي عالي شمال هو الارتي. خد اللي عالي الشمال هو الارتي باللاع لك يكتب المعلومة دي ورائي عشان ما تنسهاش. علشان ما تقطش اتفكر هو انا دا تي store فانا هحط في الميموري. فكده بقت الميموري هي فالمفروض ان هكتب في الا. لأ انسا الكلام ده خالص. انت اللي عالشمال هي دي حاجات اتفق عليها ال ان انت بتكتب العالشمال هو الارتي. طيب. تعال بقى نشوف الكلام ده ايه? هتشوف الار الاس دي هتلاقيه عبارة عن ايه? الاس دي هتلاقيه عبارة عن هي الار اس والسالة التلاتة دي هي اللي هنحطها فيستاشر بيتها او الادرسنج او يعني شوف انت بتسميهم ايه. طيب. تعالا بقى نبدأ نحط الارقام دي في ايه? في الجزء بتاعنا. طيب. احنا عندنا بسهل التلاتة. احنا هل احنا معانا احنا قلنا الار اس هي الاس زيرو صح? بلا كانت الاس وان سانية كده. كانت الاس وان. والار تي هي تي وان. طيب. يبقى كده احنا قلنا دي ايه? دي هتبقى عبارة عن الاس وان. ودي عبارة عن. طيب. كلام ده جميل. انت دلوقتي محتاج تجيب تروح تجيب ارقام الرجسترز ارقام الرجسترزز تروح تروح تجيبه من اين? من الجدول. ما تنساش ان انت كمان هتجيب الاص بكوط بتاع اللي. تعال ان نروح على الجدول بتاعنا. هتلاقي هتقى رقمها اربعيم. طبعا? طبعا اتبص في الجدول ده هتلاقي questions هي رقمها اربعين. طيب. الاس وان هتلاقيه بسبعتاشرة. والتي ون هتلاقيه بتسعة. طب عارفناها ازاي? بص كده اهو بيقولك من تي زيرو للتي سبعة. هيبص دي. خلنا دي. من تي زيرو للتي سبعة هيقولك ايه من تمانية لخمسة. يعني معنا كده ان تي ون بكام زود واحد هتبقى بتسعة. طيب الاس ون هتلاقيها بكام بسبعتاشر. برجو نفس الكلام. الاس زيرو بستاشر فإزا الاس ون بسبعتاشر. طيب. آآ نرجع تاني يبقى الاس ون بسبعتاشر والتي ون بكام? التي ون بتسعة. طيب احنا نسينا نجيب الوف كود. الوف كود اهو بكام بربعين. طيب. تعال بقى ايه? كده احنا حطينا الالقام دي. كده احنا حولنا لديسيمال. فاضل كده احنا بعد ما نحول لديسيمال نبدأ نحول لإيه زيرو وان عشان نبدأ نجيب الماشين الماشين كود. طيب. ادي كده ايه? البيناري. هتبسم نفس الكلام. خلي بالك في حاجة بقى. انا عايزك تحدد كل واحدة بتاخد كم بت. يعني انت عارف ان الوف كود ستة بت. طيب. وفكر قلنا كمان الار اس خمسة بت. وفكر ليه قلنا خمسة بت عشان انت بتختار من اتنين وتتين نجزة. فانت عندك خمس احتمالات يبقى محتاج خمسة بيتس. طيب. آآ عندك اتنين وتلاتين احتمال. يبقى محتاج اتنين قصة خمسة. صح? يبقى محتاج خمسة بيتس. طيب. آآ عندك كمان هنا خمسة بيتس. وعندك هنا دول ستاشة بيتس. طيب. تعال نبدأ بقى نحول الارقام دي. انا هوقف الفيديو وحولهم عشان ما ايه ما زودش وقت الفيديو على الفاضي. رجعنا تاني. دلوقتي احنا ايه? حولنا الارقام دي من ديسيمان لباينالي. طبعا الكلام ده على الالة بتاعتك يعني. آآ بس في حاجة مهمة بقى لازم تبقى عارفة. انت دلوقتي هتطلع لك على الالة ارقام كتير قوي على الشمال. انت هتاخد بغاية ايه? هتاخد الستة بيتس بس. او الستة بيتس معلمين. طيب. كلام نفس الكلام هنا خمسة بيتس. هنا خمسة بيتس. هنا ستاشر بيتس. يبقى انت لازم تبقى عارف انت كل آآ من دول. لو تفتكر الكلام ده كل واحدة من دول احنا قلنا عليهم كل بياخد طيب. آآ انا بقى ايه? هنا جينا حولنا التلاتة. هنا عندك انت ديسة لبتلاتة صح? وقلنا الادرسينج ده بيبقى عبارة عن ايه? طيب يعني ايه? يعني ممكن يبقى وممكن يبقى ايه? ممكن يبقى طيب. لو هو بعمل ايه? بحول الرقم ده. تمام? واجيبي اللقيم بتاعته بالبايناري عادي جدا. انت لوقتي لو حولت التلاتة دي هتطلع لك طيب. لو هتكمل الباقي وحايد. طيب لو هتكمل الباقي ايه? اصفار. يبقى انت كده انت عندك الرقم ده فانت كده هتكمل الباقي وحايد. انت كده عملت البايناري كود. طيب. المفهول ان انت كده جبت الماشين كود بتاع الكلام ده. بس يبقى انت هفضلك ايه? فضلك بس تشيل الفواصل دي. بس انا عايز انا اقول لك خطوة كده بسيطة بالقلم والوصاص بتاعك. وقبل ما تشيل الفواصل تروح عامل ايه? عامل كده. نجمع كل اربعة جمب بعض. بس بس بس. عشان ايه? عشان فيه خمسات هنا. فانت عشان ما تطلقبطش في الارقام بس. هتجمع كل اربعة. ماشي? هدي كده اربعة. وهدي كده ايه? هدي كده اربعة. آآ اه اربعة ودي كده اربعة. عشان لما تيجي تشيل الفواصل فاك لما كنا بنقول بنشيل الفواصل. بنشيل الفواصل. بنشيل الفواصل. طيب لما تيجي تشيل الفواصل بقى. وتيجي تكتب الكلام ده. تكتبه على هيئة اربعة بانت هتقول ان المشين بتاعك عبيرا ايه? الكلام ده كله. وص 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 وص. كده كده كده. ماشي? تكتبه ايه? على هيئة اربعات. نفس 안에 زي ما انا كيادل كده بص ضبط. بص اهي. بعد كده تروح ايه? بعد كده زيرو وان زيرو زيرو. ماشي? فهده دي اربعات دي اربعات. بعد كده آآ زيرو وان زيرو زيرو. بعد كده زيرو وان زيرو وان. طيب كلام جميل. بص بقى تلاقي يعني شايف الطريقة دي اسهل ازاي? حتى في الرؤية انت شايف ايه الاربعات قدامك? فتكتوهم على طول. ما في منك بالتاية. لو تهت منك بالتاية فانت كده ايه? سواحت جامل. طبعا لو بسيط هتلاقي ان دول عبارة عن اربعة في تمانية. يعني هتلاقي دول تمن كومات. ماشي كل كومة فيها اربعة. عشان ايه? الانستراكشن بتاعتك عبارة عن اتنين وتلاتين بت. طي الكلام ده جميل. فاضل بقى ايه? اخر حاجة نعمل له هو عايزه ونحول له الكلام ده بالهيكسا دي سيما. هتاخد كل اربع من دول. تحول تحولهم بالالة. ماشي. واتحكتبهم رقم هكسا دي سيما. هعمل لك الكلام ده. وانطلع الناتج عطوة. ياريت انت كمان تعمله معي بالالة. توقف الفيديو كده تعمله معي بالالة. ده كده يا صديقي هو الهيكسا دي سيما بتاعك. تمام? ده طبعا الايجابة بتاعتك لازم تكون كتب له ان ده عبارة عن الماشين كود. وده الكود بالهيكسا دي سيما. بس كده. انت كده خلصت او سؤال. طيب. تعال بقى صديقي نشوف السؤال التاني بيقول ايه? بيقول لك ايه? بيقول لك شو هاوز اباف كود ريستور. طبعا انت دلوقتي التي وان ده انا هستخدمه بعض عملية الكول. فانا ايه اللي حصل? لان انا عملت له لان انا المفروض انا اللي حافظ على اتهاد. تعم? الفانكشن اللي هتعمل هي المفروض تحافظ على اتهاد لو هتستعملها بعد الكول. طيب فهو هنا راح عمل ايه? خطوات بيقول لك هات خطوات بقى ايه? بعد ما ترجع عمل بعد ما ترجع تنفز بعد ما تعمل يعني. طيب. آآ تعال بس اول نطلع خطوات اصل لليستور حصلت فين? الليستور فاكل كنا بنعمل ايه? كنا بنوسع مكان بالليستاك بوينتر وبعد كده نستور في الليستاك. طيب انت وسعت مكان فين? اهبص اتلاقي السلط بتاع ناقص اربعة. تمام? وبعد كده روحت عملت ستور فعملت كده. اهو. تمام? يبقى السطرين دول. يبقى انت دلوقتي عايز تحولهم لآآ هتعمل ايه? بداي انا في الخطوات بتاعت الليستور والليستور لما باجي عمل بعمل بعمل ايه? انت داتي الليستور كان عندك الاول بتعمل اد اميديت. تمام? وبتعمله بنقص نقص اربعة بقى نقص آآ تمانية نقص اتناشر. اي حاجة اربعة مضاعفاتها. تمام? طيب والخطوة التانية كنت بتعمل ايه? كنت بتعمل ستور. تمام? ممكن تعمل كزا ستور واربعة. ممكن تعمل ستور وورد وممكن تعمل ستور بايت. ممكن تعمل آآ ستور هاف. تمام? طيب. وطبعا كنت بتعمل ايه آآ ريجيستر عندك هنا. وعندك ايه? افست. افست. وعندك بيز. تمام? انت بتعمل ايه يا صديقي لما بتيجي تعمل منتعكس وتشقلب? يعني ايه عاكس وتشقلب? يعني كان في الاول والآ والآد بعدها. سوري في الاول واللستور بعدها. انا بروح ايه? عاكس. اخلي في الاول والآد التانية. بس باعكس وشقلب. يعني ايه عكس وشقلب? يعني يا صديقي اللي بتروح خليها في الاول وتخليها تخليها تخليها على حسب انت عندك هنا ايه? تمام? طيب. وتمشي كده بنفس الترتيب. يعني انت لو عندك كزا هتمشي كده نفس الترتيب هنا. بس تخلي ايه طبعا والكده في الاول. طيب. بعد كده ايه? هتعمل عكس بقى. تروح عكس الاد. يبقى تروح عامل اد. تمام? احنا كده عملنا عكس. اشقلب ايه بقى? اشقلب الاشارة. بدل ما كانت نقص خليها جامع. طيب. لو الخطوات دي انت انا بقولها للناس اللي هي مش لقطة الحوار قوي. طب انت لقط بقى هتعمل ايه? انت صديقة هتروح عامل اول حاجة. هتروح عامل في المسألة بتاعتنا دي. هتحل على اساس كده. هتعمل ايه? تمام? بعد كده هتروح عامل شرطة كده. ادي الزيرو. وعندك البيز اللي هو ايه? اللي هو الستاك بوينتر. انت كده ايه? عكس الخطوة كانت في التانية. خليت في الاول وخليتها لود. تمام? بعد كده الخطوة التانية بتاعتك هتروح عامل ايه? هتروح بقى ايه? انت كنت في الاول عامل اد بالنقص. هنا هتعمل اد. الستاك بوينتر. ايه? زائد اربعة. اول خليها ايه بقى? اربعة بس. انت كده حليت السؤال بتاعك في خطوتين وسؤال سهل جدا درجاته مضمونة. يعني عليه درجتين وحاجة في منتهى الجمال. خيط. آآ كده ايه? تعال نشوف. تمام? احنا لو طبعا لو كان عندك كزا ستور ورا بعض. يبقى انت ايه? هتيجي تعمل هنا كده. هتعمل كزا لود ورا بعض. يعني هتقول لود مسلا آآ ماشي. وآآ اربعة آآ ستاك بوينتر. تعرف ايه? كده فهم? بعد كده مسلا تروح عامل كزا لنفس الخطوات. وفي الاخر خالص ديك خطوة واحدة بس اد. تمام? والاد طبعا هيبقى على حسب. يعني انت مسلا لو مخزن اتنين فهتلاقي ان الاربعة دي كده بقى التمانين. تمام? ليه? لان انت اتنين زي ما اتكلمت في حوار البايت والورد فانت هتضرب في اربعة. بل اتنين فاربعة هتديك تمانية. تمام? عندك كده كمان خطوة هتزود كمان سطر وتخلي الشفت بتاعك تمانية. وبعد كده الاد اميدا تخلي ايه? هتخليه تناشر. نفس الفك نفس كل حاجة بالسلط. بس انا بقول لك ايه? دي حتة زيادة عشان لو جات لك زيادة عن آآ يعني كده كزا ستور غير مش ستور واحدة بس. تعالى بقى نشوف السؤال اللي بعده. تعالى بقى كده هنشوف السؤال التالت بقول ايه? السؤال التالت ده من هو قدقى سؤال تقريبا فيهم كله. يلا بسم الله. السؤال التالت بيقول لك ايه بقى? بيقول لك ان انت دلوقتي تمام? ايه تي وان ريستورشن كود ده? يعني الكود الريستور اللي انت عملته هتبقى هتبقى هيبقى من ضمن الاجهة بتاعتك كمام? ايه. ماشي? 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 يعني انت من الخانة دي. يبقى انت هتعتبر ان الان دي ما تنفزتش. تمام? اللي هي اللوت بايت. تمام? هتعمل ايه هتعمل هتحط القيم على اساس ان هي ما تنفزتش. طب اللي بعدها هتحط على اساس ان ما تنفزتش. فهام? كلها تمشي بنفس الطريقة. يبقى دي المقصود بها ايه تماما? وبعد دي ده خلي بقى بقى لك حتى مهم ما قوي لازم داتا. وdon't write register names. just write only numerical content. use for unknown values. طيب. يبقى انت المفروض كل الارقام اللي تكتبها له هنا لازم تقبل hexadecimal ولازم تبقى آآ يعني متعبر عنها بالhexadecimal. طيب تعال بقى نشوف هنعمل ايه? انت دلوقتي عندك ايه? عندك خانة البي سي. البي سي ده اللي هو ايه? البي سي ده اللي هو البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر ده بيعمل ايه? البروجرام كاونتر ده بشيل ادرس. ماشي? اف انستركشن. يبقى انت لازم عشان تملى الخليات دي. لازم تشوف الادرس بتاع الانستركشنز ده فين? فانت هتبص هنا كده في السؤال. هيقول لك ايه? ان الكود سيجمانت is that is loaded in memory at ادرس ايه? ادرس ده. يبقى ده الادرس بتاع الكود بتاعك. اللي فيه الانستركشنز. يبقى انت لازم هتقول دلوقتي ان ايه? يبقى تعالى كده ننزل. انا كده انا قلت لك كأنك دلوقتي نقلت الجادور في الاجابة. وده بعد ما حطيت طبعا ايه? والاد اميت. طيب. تعالى بقى نبص. هو دلوقتي بيقول لك ان اول دي متخزين عندك في صح? طيب. يبقى اللي بعدها ايه بقى? انت عندك بتاعتك? بتاخد اتنين وتلاتين بت. يعني انت عشان تلقى عن انستخشن بعدها لازم تنطط اربعة. يبقى هتبقى ايه? زيرو اكس اربعة. طيب زيرو اكس كام? لازم تقعد تعملهم كده في الاول عشان تعرف تنقف في الجدل بسهولة. بص كده. طيب انت هنا المفروض ان انت هتزود اربعة. اربعة دي هتبقى اتناشا. اتناشا ازاي يصدقى? مش احنا قلنا ان الزيرو اكس ده بيعبر عن ايكس دي سمال. يبقى انت اما هتزود اربعة المفروض ان انت بالقالة بتاعتك كده زود اه اربعة على التمانية. اه في في مود الهكس دي سمال. هيطلع لك ايه? يبقى انت هتحط هنا سي. طيب ماشي يا بص كده. كمان هتزود اربعة. هتلاقي ان هو اطلع لك ايه? اطلع لك هنا كده. تمام? بعد كده هتكمل نفس الطريقة كده. هتلاقي هنا اطلع لك اربعة. وهنا كده اه زيرو اكس. اه ماشي بعد كده هتلاقي زيرو اكس وان زيرو وان سنين. تاس كده. ادي انت كده الكود بتاعك. طيب تعال بقى نشوف حاجة. بالبقى انت المفروض الانستركشن دي كده. تمام? ده كل واحدة منهم لها الادرس بتاحها. احنا خلاص عملنا الكلام ده وحددنا كل واحدة بالادرس بتاحها. طيب انت دولاتي هو بيقول لك في البروجرام كاونتر بيقول لك ان اه يقول لك اي خانة هتملاها هنا. هتعتبر ان الانستركشن اللي هنا دي لسه ما تنفزتش. واحنا قلنا ان البروجرام كاونتر بيهولد الادرس يعني ايه يعني الانستركشن اللي لسه هتتنفز. فمعنى كده ان انت لما هتيجي تحط هنا هتحط فعلا الادرس ده. يعني خلاص انت كده هتعتبر ان انت قبل ما الانستركشن دي تنفز. فالبروجرام كاونتر هيبقى شايل الادرس بتاع الانستركشن اللي هتنفز. اللي هي في الحالة دي ايه اللوت بايت. مهم? يبقى انتك يا صح. طيب افض مسلا قالك افتر او ديورنج ما الانستركشن دي بتتنفز. ديورنج ما الانستركشن دي تنفز يبقى البروجرام كاونتر هيشيل الادرس اللي بعده. اللي هو ايه? الف واربعة. فهم? فدي فكرة ايه? البروجرام كاونتر. طيب. يبقى انت كده هتيجي ترس القيم دي كلها كده ايه? هنا. ماشي? يبقى انت دلوقتي هتيجي تقول هنا ايه? زيرو اكس. الف كده. هقولك غلط يا صاح. ليه بقى? لان انت المفروض ان انت بتعبر بالهكسة دي سيبان. وانت عندك البروجرام كاونتر ده بيشيل اتنين وتلاتين بيت. اتنين وتلاتين بيت يعني كام? يعني تمن ارقام هكسة. وانت هنا روح تحطط له اربعة بس. فده غلط. يبقى انت هتعمل ايه? يبقى انت هتحط زيروهات في الاول. تمام? لغاية ما تكمل الاربعة بعد كده تكمل الاربعة بتوعك عادي جدا. يبقى انت كده هتكمل كله بنفس الطريقة. يبقى انت زيرو اكس زيرو 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 زيرو. بعد كده ايه? الف واربعة. ماشي? بعد كده تكمل الباقي. تنقل كل الباقي ده لغاية زيرو اكس زيرو زيرو زيرو. كمان زيرو عشرة واحد سي. يبقى انت كده ايه انت كده ماليت البروجرام كمان بتاعك وتبقى خلصت اول خانة. طيب تعال بقى نبص على الخانة اللي بعدها. خانة الريترن ادرس. طبعا ايه ده اختصار ريترن ادرس. يبقى هو المفروض ده بيتحط فيه قيمة امتى? بيتحط فيه قيمة لما اعمل جنب اند لينك. صح? لان احنا قلنا الجنب اند لينك بتعمل حكتين. بتعمل جنب. تمام? الاول قبل ما تعمل الجنب اصلا بتروح حتى الادرس. الادرس بتاع الانستركشن اللي عليها الدور تتنفس بعد ما ارجع من الكول. يبقى الادرس بتاع الانستركشن اللي عليها الدور تتنفس بعد ما ارجع من الكول. خيط. يبقى انت دلوقتي هتحط الانستيبقى انت المفروض ان انت هتحط الكلام ده في ايه? هتحط الكلام ده هي هتروح تحط الكلام ده في الار ايه. تمام? وبعد كده بتعمل جنب. خيط. يبقى انا طول ما انا ما عملت الجنب اند لينك فانا ما عرفش الار ايه دي قوها ايه? هتقول لي طب ما انا ممكن اقول زيرو. اقول جواها زيرو كده. ولا غلط طب ما هي ممكن تكون جواها قيمة. انت ما تعرفش جواه ايه. وهو ادى لك السماحية قال لك الاكد القيمة اللي انت ما تعرفاش حطها بيكس. يبقى انت ما تروحش تتفذل. تمام? لو هو قال لك ان هو خلص حط زيرو. لكن هو قال لك ان هي ايه? ان قيمة ما تعرفاش حطيه لها اكس. فانت هتروح حط اكس. 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 طيب احنا ليه بقى في الجنب اند لينك? حطينا الاكس. مش احنا قلنا لما ابتها بالجنب اند لينك بحط الادرس نيكس الار ايه بتتحط فيها قيمة? احنا قلنا ايه? الشرط بتاعنا في الاول ان انا لما حط في خانة هتبر اللي في الخانة دي ما تنفزتش. فكأن الجنبان دينك دي ما تنفزتش. طيب. امتى بقى تبدأ تنفز? هتبدأ تتنفز في السطر اللي بعده. طيب. دلوقتي احنا ايه اللي هنحطه في الار ايه اصلا? احنا هنحط ادرس اللي بتتنفز بعد ما رجع من الكول. اللي هي ايه? اللي هي دي. يبقى انت تبقى عشرة ايه? زيرو اكس عشرة عشرة. يبقى انت هتروح حاطة تاني كده. زيرو اكس عشرة عشرة. وما تنساش ان احنا ده اتنين وتلاتين بيت فاحنا هنحط زيروهات في الاول. بعدك انا نحط ايه? القيمة بتاعتنا اللي هي عشرة عشرة. هتفضل بقى العشرة دي متخزنة لغاية ما عمل تاني. وطالما هو ما عملش تاني. في نفس الكود يبقى هتفضل نفس القيمة دي موجودة لغاية ما اللي عندك تخلص. تهم? يبقى انت كده فهمت? ولقط الكلام ماشي ازاي? طيب ادي كده تاني حاجة خلصة اللي هي الار ايه? طيب تعال بقى نخش نشوف التي وان. طيب قبل ما تعرف ما تملى خانة التي وان لازم تعرف اصلا هي التي وان دي شايلة ايه? طيب انت بص هنا هتلاقي بيقولك ايه? ان التي وان هي عبارة عن ان هو راح جاب اه حاجة من الميموري عمل لها لوت بيت وحطها في التي وان. يعني دي شايلة حاجة من الميموري. طيب احنا عشان نعرف ايه اللي تحط في التي وان لازم نعرف ايه اللي كان في الميموري. طيب هو بيقولك ان احنا قلنا في فراس السؤال ايه? تعال كده نقرأ الكلام. احنا قلنا في فراس السؤال ان الاس وان دي. الاس وان. شايلة الفاليو اللي هي دي. تمام? تعال نغير اللون كده عشان ايه تبقى معايا. شايلة الفاليو اللي هي دي. تمام? طيب انت دلوقتي الفاليو اللي هي دي دي عبارة عن في الميموري. واللوكيشن ده شايل القيمة دي. يبقى انت دلوقتي كأن الاس وون دي بيز ريجستر. تمام? اه شايلة قصدي بيز ادرس لحاجة في الميموري. طيب وبعد كده بتشفت وتختار الحاجة اللي بعدها. طيب انا دلوقتي محتاج ايه? اجيب الادرس اللي هو ده. يبقى تعالى كده نلتب معلوماتنا. ثانية. اه. تعالى تب معلوماتنا. احنا قلنا الاس وون شايل الادرس اللي هو ايه زيرو اكس. الف كده. اه دي كده الف كده. تمام? وده شايل جواه زيرو اكس. تمام? اف 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 اه التقريب اكاد سبعة وتمانين تمانية وتسعين. حاجة زي كده. تعالى نطلع نتأكد. سبعة وتمانين تمانية وتسعين. صح كده? ماشي? يبقى دي قشايلة جواها القيمة دي. طيب ممكن بقى ممكن تعمل حاجة حلوة. انا عايزة دلوقتي. تشوف الادرس ده. الادرس ده معمول ازاي في الميمور. يعني الميموري دي قد يكده عندنا الميموري بتاعتنا. نستمع عشان نتخيل الموضوع عامل ازاي. انت عندك لو تبقى ان ده زيرو اكس. واحد الف الف كده تمام? اربعة صفار. تمام? اربعة صفار اهو. اه تمام مزبوط. تمام? واللي بعد هيبقى ايه? اللي بعده معلش استحملني لازم ارسمهم كلهم عشان اوديك حاجة مهمة جدا جدا جدا. لو عايز تسكيب لغاية مرسمهم وخلاص انا خلصت قصة. تمام دي هنا تبقى واحد. ماشي? بدي كده زيرو زيرو زيرو. ماشي? عادي كده عادي زيرو كده. طيب. انت كده عندك دول ايه? اربع خنات كده في المين وليه. طيب. طيب. فعلا بقى نبص. انت دلوقتي القيمة دي لما متخزنها تتخزن ازاي? فاكر. نرجع بقى الحاجة المهمة كنا قلناها قبل كده. فاكر البيج انديان والليتل انديان. كنا قلنا ايه الفرق? كان الناس انا اسكلمكم في طب عن البيج انديان والليتل انديان. وقلنا ان الميفس بتاعنا بيج انديان. صح? طب تعال انا افكرك يعني ايه بيج انديان? يعني ايه? يعني انا كنت بخزن في الادرسيز الاولى. يبقى. يبقى انت كده عندك المست بيتس. تمام? بتتخزن فيه الفيرست ادرسيز. تمام? طيب. الليتل انديان ما كانت ايه? كانت بتخزن في الفيرست ادرسيز. طب? طيب. يعني معنى كده ايه? معنى كده ان انت لما هتيجي تخزن هتروح مخزن من الشمال لليمين. هترس كده من الشمال لليمين. ليه? لان الميفس بتاعنا بيج انديان وبيج انديان بنحط الفيرست يعني اول بالتاتة عالشمال بنحطها في اول خانات في الميملي. طيب. يبقى انت كده المفهول لما هتيجي تحط هتتيجي ترس ازاي? هترس اف اف. صح? بعد كده ترس اف اف اللي بعدها? طب ليه اف اف? لان انت عندك الواحد من دول الواحد من دول. بيعبر عن اربع تمام? وانت عندك الميملي بتاعتك بتقسمها يعني كان يعني تمانية. فانت هتحط من هكسا ديسما. طيب. تعالا بقى نشوف اللي بعدها ايه? تمانية سبعة. بعد كده تسعة تمانية. دي ايه? بتاعنا بيج انديان. دي معلومة لازم تبقى عارفها. تعال كده ايه? اعلمناك عليها بتاعنا بيج انديان. تمام? طيب. آآ يبقى انت كده عرفت الشكل ده الرقم ده متخزن فيه الميملي ازاي? فلما يجي يقول لك بقى يا صديقي لما يجي في في الكود ويقول لك لود بايت. تمام? الرقم ده كده. يبقى انت هتعمل اف ست هو عملك اف ست كام? خلي بالك ان هو هنا بيقول لك لود بايت. يعني انت هتلود بايت بايت بايت. فيه فرق بين بايت و لود وورد. انت هنا هتلود ايه? بايت بايت. فلما يجي يقول لك انت دلوقتي هتروح تلود من البيز. وتشفت اتنين. طيب في البيز بتاعتك اهي. اهي. ماشي. تعال نغير كده. نجيب لون كم مختلف. اهو. ماشي. هدي ده بتاعتك. تمام? هتروح من شفت اتنين. ادي واحد. ادي اتنين. تمام? هتلاقي نفسك ايه? هتلاقي نفسك بايت هنا. يبقى ايه القيمة اللي هتاخدها? وايه القيمة المطلوبة? واللي هتتحط في التي وان هي دي. صح? بس يب انا كده عرفت ايه الايه اللي هتحط في التي وان اللي هي السبعة وتمانين. بالهكسة طبعا. طبعا? طيب. يبقى انا التي وان طبعا افتفقنا ان احنا الخانة اللي بكتب فيها هنا بتكون الانفي صفحة المتاعتك ما نتنفزتش. يعني انا دلوقتي. اللوت بايت ما اتنفذتش فانا ما عرفش ايه القيمة اللي جوه التي وات. تمام? الكلام ده جميع. الساطر اللي بعدها بقى هيكون تنفذت. فانا المفروض هروح كاتب ايه? زيرو اكس. وخلي بالك ان التي وان بتاعتك اتنين وتلاتين. فانت هتروح كاتب صفار كده صفار صفار. ماشي بقى كيه كمان صفار. بقى كده تروح كاتب تمانية وسبعين. ان احنا خلاص قولنا نتخلص فيها تمانية وسبعين. بس هرجع اقول لك ان ده غلط. ليه يا صديقي? لو تفتكر لما كنا بنقول ان احنا لما بنعمل آآ تمام? كان بيخزن على حسب ايه? الاشارة بتاعت بمعنى ان انت مسلا دلوقتي انت عندك الرقم بتاعك تعال ركز معايا كده في الحتة لفوق انت الرقم بتاعك عبارة عن سبعة وتمانين. تمام? بالهكسا دي سيما. صح? لما هتاخد اخر ديجيت على الشمال اللي هو ايه? التمانية. تمام? وتروح محاوله البيناري. هتلاقي يوصل معك كام زيرو 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 وان. بدان فيه وان في الاخر? يبقى انت مش هتحكم. يبقى انت لما هتيجي تقزن في الرجستر هتحط بقية الارقام كلها وان مش زيرو. طب افرد طلع مسلا كان رقم مسلا زي مسلا ايه سبعة وتمانين. تمام? هتمسك السبعة دي وتحولها البيناري. بتتمسك الرقم العشرمال. تحولها البيناري. هتطلع معك كام وان 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 زيرو. هتلاقي بص زيرو. فانت هتلاقي تحط رس اللي عشر مال كله ايه? بزيرو هات. يبقى انت كده دي تركة مهمة قوي قوي لازم تكون عايق. يبقى انت لما هتيجي ترس بالهكسا ديسيمال هتيجي ترس افات. الافات دي كأنها وحايت بالزبط. تمام? عشان ايه? هتلاق بطلع. ماشي ادي افات. بعد كده تروح حاطز التمانين سبعة وتمانين بتاعتك. طيب. تحاجب تعالى نرس بقى كده على الساطر بعد وانت دل الوقت هل القيمة التي تغيرت? لا. هتفضل زي ما هي افات 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 افات. وكمان افات اهيه. ماشي? ان شاء الله يعني ده يبقى اشفل وحش. يبقى كده افات. كمان افات. ماشي? طيب. تعالى بقى ايه? لغاية خطوة ايه? الجنب اند لينك. بعد كده انت دلوقتي لما لما طلعت لما رحت طلعت للفنكشن. تمام? عملت كول. خطوة الكول. تمام? احنا قلنا ان التي دي من نون برزيرب. صح? يعني ايه? يعني انا لما بدي الفلاشة لحد ما بقولهوش حافظ لي على الحاجات اللي في التي. فمعنى كده ان هو ممكن يروح يلعب في التي. صح? ممكن لأ. بس انا ايه? انا ما بحطش احتماد. انا بعتبر ان هو خلص. هو عدل في التي. فدلوقتي انا لما رجعت من الكول هل انا عارف التي ده هولع فيه ولا? يعني هل انا عارف القيمة اللي جوة التي دلوقتي ايه? لا ما عارفش. فانا هروح حاطة ايه? اكسات. ليه? لان خطوة اللود عشان ارجع استرجع التي وان اللي كنت عليها تاني هنا في الخطوة دي. طبعا لسه ما تنفزتش. فانا هحط هنا اكس. طيب. نيجي على الخطوة اللي بعدها بقى. المفروض ان اللود وورد هتكون تنفزت صح? لان احنا قلنا ان ان انت كأنك بالزبط بتعمل دي كده. يعني كأنك بتعمل دي كده. ان انت عندك اللود وورد تنفزت. فهتأثر في الخطوة اللي بعدها. طيب. تعال يا صديقي اللود وورد بقى هتبقى جواها كام? انت عملت للقيمة اللي كنت عليها اصلا. يعني انت هترجع زيرو اكس افات زي ما كنت بالزبط ان انت كأنك رجعتها تاني ساي ما كان. ادي افات اهي? ودي فكرة ان احنا عملنا استور اصلا. ماشي? طيب. رجعنا لقيمة اللي كنا عليها. راح هو بقى ايه يا صديقي? راح هو في الخطوة دي راح عمل اد. تمام? للتي وان. بس هل اد هنشوفها في الخطوة دي? لأ احنا قلنا خلاص احنا قلنا الشرط بتاعنا من الاول. اللي في الخالي اللي بنكتب فيها ما تنفزت. فاحنا هتفضل عند نفس القيمة اللي هي اف تمانية ساعة. تعال بقى نشوف اخر خطوة عندنا هنعمل عملية دي ونغير قيمة التي وان. بص بقى بيقولك هنا ايه? عمل اد اميديت للتي وان مع تي وان. اه مع تي وان للرقم ده. خط الناتف في تي وان. تعال نشوف بقى ايه? ايه اللي هيحصل? بص يا صديقي. دلوقتي انت عندك الناتج عملية فانتعال هنا كده. ديره اكس. ده اللي كان في تي وان كان افات كتير كده. اهو ادي اف. تمانية وكمان افتين. ماشي? وكمان تمانية ساعة. محترم معظيم. طيب دل بقتي. اه الرقم اللي هو عايزه بقى نجمعه ايه? هو زيرو اكس. تمام? بعد كده كتبوا ايه? سبعة تمانية ستة تمانية. سبعة تمانية. خلينا نكتبه عشر مال كده. سبعة تمانية ستة تمانية. خيط. الرقم ده موجود في ايه? موجود يا فضيقتي متخزن في الاي فورمات. لما كنا بنقول الاي فورمات كنا بنقسمها اوب كود وكده. وكان فيه ستاشر بيت الاميديات صح? والستاشر بيت دول كانوا صاين صح? فلما هيجوا يتخزنوا دلوقتي هتلاقي ايه? هتلاقي ان انت عندك دول كده. هيتحولوا. حنا نتشوف حوار الادرس اللي هي ايه? اللي عالشمال. يعني دلوقتي مسلا واحد واحد زيرو. تمام? هتبص على الاخب بالتاع الشمال هتلاقيها بزيرو. يبقى انت لما هتيجي تتخزن هتتبقى معاك كده. تمام? يبقى انت دلوقتي ايه? شفت حوار الساين. طيب. كلام ده محترم جدا. يبقى انت داتي هتيجي تجمع على نظافة بقى. هتيجي بقى تجمع هتلاقي ايه? سمانية وسبعة هتلاقي لك هنا افاية. ماشي? هتبقى معاك هنا واحد هتلاقي هنا ايه? اه ايه? تقريبا. ناحا كده. لا هنا افاية وهنا معاك شكاري هنا افاية بس. تمام? هنا معاك ايه? تمام? وهنا معاك افاية. آآ ثانية هي كده سبعة. انا نعملها الالة بسرعة كده. تمانية زائد اف. تمام اه هنا معاك سبعة. وهنا معاك واحد. وهنا بقى معاك سبعة نفس الكلام. طيب. وهنا بقى ايه? طيب معاك واحد. طبعا كل دول لما تجمع عليهم وحاير يبقى هيتلع لك زيرو 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 زيرو. هيتلع معاك هنا ايه? طيب. تمام? وهنا معاك كده 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 كده. طيب. كده انت تعتبر خلاص عملية وطلعت الناتج بتاعك في منتهى الجمال ومنتهى السهولة. تمام? طيب. عنا نكتب الرقم بتاعنا ونبقى كده خلصنا الجزء ده. نبقى كده معا زيرو اكس. اف. اف. كمان اف. كمان اف. كمان كده. ادي اربع افات. بعد كده سبعة وسبعين. بس كده. يبقى انت قدي كده الناتج بتاعك. فكده بقى نبدأ في الخطوة اللي بعدها هو هنا طالب منك ايه? طالب منك هنا ان عايز يعرف الفلاجز. عايز يعرف كل فلاج ترفع امتى في اني الخطوة من دول. طيب. قبل ما نبدأ نتكلم يعني ان نحل السؤال لازم نفهم الاول الفلاجز اصلا بنعرفها ازاي? طيب. تعال احنا عندنا ايه? في ولو عندنا وعندنا 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 او الص ده بيعمل ايه? بيترفع لو الناتج بتاعك الенаتج بتاعتك بيتساوي زيرو. يبقى الناتج اللي حصل من ال اي اي اليو طالع بزيرو.كده بيترفع. طيب. تعال بقى نعرف النجة الفلاج. ده الان. الان اللي هو ايه? طيب الفلاك ده اللي هو ايه? الفلاك ده بتعرفه ازاي يا صديقي? ركز معي. انا عايز بس بتعرف انت بتعرف الفلاك ازاي? بتعرف ازاي بتاخد اخر اخر بتاية من الريزلت على الشمال. بتاية رقم واحد تلاتين. طبام? انت خلي بقى لك العمنات بتاعتنا بتتم على واحد على اتنين وتلاتين بت. فانت هتاخد اللي هي الموس سيجنفجان بت. طبام? الموس سيجنفجان بت دي. لو بواحد يبقى ازا الرقم ده ايه? يعني معنى كده? ان هيترفع يبقى كده هيترفع. طيب لو هي بزيرو بقى. لو بزيرو. يبقى معنى كده الرقم ده بوصدف. يبقى كده ايه? hai موس هيترفع. طيب. ركز ب specialize. ماشي? ماشي? ده ايه? هنخش على ده ايه? ايه? انا انت ده الطبيعي ان انت هتاخد من ايه? واحد تلاتين. اللي هي اخر ايه اللي بتعمل عمليات. احنا قلنا قلنا بتاعم العمليات بتاعتنا هتبقى من زيرو الواحة وتلاتين. فانت اخر هتطلع ده هيبقى بتاعك. ده هيبقى زيرو. يا واحد. تمام? لو واحد يبقى ايه? الكاري اوت يبقى الكاري اوت هترفع. طب لو بزيرو يبقى الكاري اوت بتاعك مش هترفع. طيب تعال بقى نشوف الاوفر فلاج. الاوفر فلاج كنا بنعمله ازاي? كنا بنشوف بنعمل اه اكس اور. تمام? للكاري ان. اللي داخل للاخر ايه اليو مع الكاري اوت. اللي طالع من اخر ايه اليو. يعني الكاري ان اللي داخل عام اخر عملية الجامع مسلا للمص جنفره لبيته. تمام؟ والكاري ان اللي خارج من الكاري اوت اللي خارج من نفس العملية. نعم؟ يبقى مسلا تعالى مسلا انت دل Tetpected ايه بتجمع رقامين هابقى طبام دي رقامين. تمام وجيت في الاخر كده. فاخر بالتات بتجمحه لو تخل لك الكاري ان بزيرو وطلع لك كاري اوت واحد يبقى انت كده حصل اوفرفلو طيب لو العكس بقى لو حصل لك كاري ان واحد وكاري اوت فاطلع لكش كاري اوت يبقى كدهária يبقى بردو الوفرفلاج هيترفع طيب يبقى معنا كده طب لو ايه بقى كاري اوت لو كاري ان بزيرو ده بزيرو يبقى خلاص يبقى ده مش هيترفع صح لان الاكس اور لو تفتكر ايه? لازم يكون مختلفين. يعني لازم واحد وزيرو عشان الفلاج يترفع. طيب يبقى احنا كده عرفنا الكاري الفلاج هترفع امتى? لو الكاري ان. واحد. والكاري اوت. زيرو او لو الكاري اوت. آآ بواحد والكاري ان بزيرو. بس كده. يبقى انت كده ايه? عرفت? يبقى لازم واحد منهم بزيرو واحد تاني بواحد. طيب تعال بقى صديقي نشوف ايه الفلاجز اللي ترفع. دلوقتي انت عندك الخطوة دي انت المفروض ان انت بتا ما تنفزتش صح? فانت ما تعرفش الخطوة اللي قبل اللي هي قبل البلنامج ده كان عاملة ازاي? يعني كان ايه العملية اللي قبلها? فالفلاجز بناء على العملية دي كانت عاملة ازاي? فانت دلوقتي خلاص بدأ ما تعرفش يبقى تحط ايه? هو مدي لك قال لك كده. طيب تعال بقى في اللوود بايت. اللوود بايت هل بتعمل اه بترفع اي فلاج? لأ. اللوود الستور ما بيرفعوش طيب الاد اميديت الاد اميديت هنا حصلت عملية جامعة. على نقص منه اربعة. طيب. اول اصلا كان فيه كام. تعال نطلع كده المسألة المسألة الجميلة. اهي. اهي. كان فيها زيرو اكس ثمان تلاف. طيب. كما تبقى فيها زيرو اكس ثمان تلاف. احنا عايزين بنعمل ايه? هو بيقول لك الزيرو اكس ثمان تلاف. طبعا? ماشي? راح نقص منها اربعة. طيب. يبقى هو كده ايه? نقص اربعة. بس الاربعة دي خالبها في ديسيمال. طيب. الاربعة ديسيمال دي عايزين نحولها. هتحولها ازاي يا صديقي? بالآلة الجميلة بتاعتك. هتجيب المود بتاع اللي هو كده. بعد كده هيزهر لك ديسيمال. هتدوس تلاتة. تمام? هيزهر لك حاجات تزهر بيختار منها النجاة في الياه ستة. تمام? وتكتب اربعة. تمام? هيزهر لك سالب اربعة في ديسيمال. تروح محولها الهكسة. تطلع معك كام? تطلع معك. تي. اف. 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 تمام? ومفروض ان انت تكمل تمانية. ليه? لان انت تتعامل مع اتنين وتلاتين. يبقى خلاص يبقى انت المفروض تكمل ايه? تمانية. تمانية ديجيت بالهكسة يعني اتنين وتلاتين بيت. طيب. المفروض بقى التامن تلاف دول نكملهم برضو. هتقول لي طب بقى ايه بقى زي مفاكر انت لما كنا بنقول في الريجسترز بنخزن مش المفروض الانستاك بوينت دي ده عبارة عن الريجستر والريجستر ده. لما بنيجي نخزن فيه اه بنروح نشوف بقى هل احنا عندنا الرقم ده سايند ولا انسايند وبعد كده نشوف اه لو مسلا العالمين ده هيبقى نحوله زيرو 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 وبعد كده نشوف ده فنروح مكملين هنا وحايد نشوف الواحد العشمال ده فنروح مكملين وحايد. هقول لك اه ماشي الكلام ده جميل بس خلي بالك الادرسيز والادرسيز انسايند. تمام? انسايند يعني ايه? يعني ما فيش حوار ان انت تشوف اخر بالتايع على الشمال دي. تمام? ليه? لان انت هنا كله طيب يبقى ايه? يبقى انت هتكمل اصفار. حتى لو هنا في واحد. حتى لو هنا ايه? واحد. تمام? طيب. كلام جميل جدا جدا. يبقى انت كده هتبدأ تجمع الارقام الجميلة دي. طيب السي والزيرو هتطلع سي زيرو زيرو. تمام? ده تمانية وخمستاشر هيطلع لك كم? هيطلع لك بالزبط سبعة. ومعك واحد هنا. فانت هتلاقي هنا زيرو. بعد كده واحد هيطلع لك زيرو. واحد هيطلع لك زيرو. معك واحد خلي بقى احنا كده بنجمع ها? تمام? ستنى كده. معك واحد معك زيرو. ويطلع لك هنا ايه? واحد. طيب. ركز بقى معي الكاري اوت قلنا بنشوف ازاي? بنشوف الكاري اوت اللي طلع. هل هنا طلع كاري اوت او طلع كاري اوت يبقى هنا فيه كاري اوت. اللي هو الواحد ده. طيب. بقى كده ايه? ادي ده الكاري اوت. ماشي? طيب بنشوف الوفلش. ده انت عندك واحد وواحد? شبه بعض صح? يبقى ما فيش اوفر فلوفلاك. يبقى نبص على كاري او circum i لو مش راح بعد يبقى ايه? يبقى حصل. طيب هل الرقم ده زيرو? رقم ده انت شايفه كده زيرو? لا مش زيرو. يبقى يبقى زد فلاج ايه? ما ترفعش. طيب تعال نشوف النجاتف. النجاتف كنا بنشوف ايه? الناتج بتاع اخر بالتاية على الشمال. ماشي? لو هو زيرو يبقى يبقى اه لو هو زيرو يبقى يبقى صح? يبقى يبقى مش نجاتف. يبقى الفلاج ده ما ترفعش. طيب مثلا هنا باي زرف من الظروف طبعا هو عمرك ما اتلعلك هنا اف. اللي نحن قلنا ان احنا نفهاش فاتات دلوقتي يبدأ عمرك ما هيتلعلك اف. تمام? بس نفترض مسلا ما هتطلع لك اف. تمام? يبقى انت خلاص. يبقى انت دلوقتي ده هيروح ايه? هيطلع يعيب انت كده ده لما تحول واحية كده. تروح واخد اخر البيت تمام هيك نجاتف. يبقى يعرفنا ايه? مادا من bung Igmy الكلمج كجانباري على الشمال ده. خلاص يبقى ده ايه? كده. ماشي. كلام ده جميل جدا. يبقى انت ايه الفلاج ده ترفع معك الوحيد? الكاري اوت. يبقى ايه الكاري اوت? زيرو زيرو زيرو. طيب تعال بص بسرعة كده. هترفع فيها فلاج? لا. طيب الجنب اندلينك. الجنب اندلينك ده باتي انت المفروض ان الجنب اندلينك نفسها ما ترفعش فيها فلاج. بس انت ده باتي روح تعملت كل تانية. الفانكشن دي. مش حصل فيها مش حصل فيها جامع وطرح وضرب. تمام? هل ممكن تكون فيه ترفعك? ممكن. ممكن لأ. بدان ما تعرفش يبقى ايه? تحط اكسات. هو ايه لك يا. بدان ما تعرفش يبقى حط اكسات. طيب. هل حصل فيها? وكده? لأ. ببيحصلش فيهم تقليل. طيب اندلينك هتحط ايه? برضو بزيرو. هتيجي بقى ايه? لدي. هتلاقي اد. هتروح نزود عليه الاربعة. طيب تعال بقى نشوف. احنا قصة كان فيه اخر قيمة اللي هي ايه? اخر قيمة اللي هي دي. صح? طيب. احنا دلاتي هنروح ايه? مزودين عليها اربعة. تعال نبص كده. مزودين عليها اربعة. طيب اربعة يعني ايه? زيرو 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 زيرو. كمان زيرو 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 زيرو. اربعة. طيب. اربعة وسي هتطلع لك بكم? اربعة زائد سي. هتطلع لك بزيرو. طيب معك هنا ايه? واحد. زيرو معك واحد يعني مش هتطلع لك بزيرو تمام? طيب هنا هتطلع لك كمان زيرو معاك واحد. زيرو معاك واحد. تمام? هتطلع لك تمانية. زيرو 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 زيرو. طيب سؤال هل هنا حصل كاري اوت? بص كده كاري اوت هنا ايه? ما حصلش. يبقى هنا مفيش كاري اوت. طيب لو هنا هل هنا في هنا كان الكاري اين بتاعك بزيرو? شبه بعض صح? الزيرو والزيرو شبه بعض. يبقى ايه? يبقى كده? ما حصلش طيب. هل حصل هل الرقم ده هل انت شايف ان الرقم ده نيجاتف? لأ. ماشي قولنا اصلا ما فيش بالنجاتف. طيب هل حصل آآ زيرو فلاج? هل الرقم ده زيرو? لأ. يبقى برضه محفظ. طب النيجاتف طبعا مش محتاجة اقولك ان انت بتبص على ده. بص اهو. نيجاتف تبص على ده. ماشي? طيب. كلام جميل ومحترم. يبقى انت كده ما فيش اي فلاج برضه اترافع. نيجي بقى الاخر واحد عندنا. طيب. المفروض ان دي العملية اصلا اللي هنشوف الفلاج بترافع ولا اه هي العملية دي صح? طب فاك العملية دي احنا عملناها قبل كده. السؤال قبل لما جينا طلعنا الناتج ده. صح? رحنا جمعنا اللي في الناتج اللي في التساعة وثمانين على الناتج ده. يعني انت طلعنا كده اعمل لك هلايات عليها. جمعنا دي كده. على دي. وايه? وطلعنا الناتج وحطنا اللي هو ده. طيب. طب احنا بقى ايه? في الانتحان. مطلعنا ندرش تعمل عملية تانية. انت ترجع لعملية اللي انت عملتها. انت اكيد كتبه في الكشغل. بترجع لعملية اللي انت عملتها. بص بقى صديقك هتلاقي ايه? هتلاقي ان انت عندك هنا كان فيه كاري اوت. صح? يبقى انت كده ايه? تعرف ان دي. هتبقى ايه? كاري اوت هتفع فلاج صح? طيب. ذو هنا بصيت هتلاقي ان الكاري in والكاري اوت زي بعض صح? مع نكده ان المفلاج ما ترفعش. طب بص على الناتج اللي على الشمال ده هتلاقيه بزيرو. يبقى كده معنى كده ايه? ان ده يبقى ما فيش يبقى نجات الفلاج كمان ما ترفعش. طيب هل الرقم ده? هل الرقم ده بزيرو? لا يبقى كمان الزيرو ما ترفعش. يبقى انت كده الفلاج الوحيد اللي ترفع عندك هو الفلاج بتاع الكاري اوت. يبقى كده ايه? سفار باحية زيرو زيرو. مش فتاقى اقولك طبعا ان انت في الامتحان لما تلاقي فرصة ان انت عندك سؤال متجاوب وتجاوب من السؤال اللي قبله. احسن. ليه? لان انت الوقت بتاعك محدود جدا 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 جدا. فركز في الحتة دي. طيب بعد كده عدد كده خلصنا احنا السؤال ده كاملا. نبدأ نخش في السؤال اللي بعده. بص يا صديقي. السؤال اللي رابع بيقول لك ايه? بيقول لك شو تاك بايت كونتنس جست بفور بفور اكسكيوتين زجال فونكشن. تمام? انزق اباكو. دونت رايت رجيستر نيمز. رايت كونتنس. تمام? وبعد كده بيقول لك اا يوز اا اكس فور الانون باليوز. تمام? وبعد كده بيقول لك ايزا استاك ايميج بفور اكسكيوتين. دا فرست انستركشن انزا اا ابوب كود ازر شو. طبعا. يعني هو بيقول لك ان الشكل ده تاع الاستاك قبل ما تخش في اللوت بايت اللي هي اول انستركشن. تمام? طيب. تعال بقى نشوف احنا هنعمل ايه? انت دلوقتي الاستاك قبل ما ننفذ الجال احنا روحنا عملنا ايه? روحنا شلنا الاستاك بوينت ده شفتنا اربعة. يعني ايه? نبدأ نخزن في التي وان. التي وان دي عبار عن ايه? اتنين وتلاتين بيت. يعني كان بايت يعني اربعة يبقى لازم نشفت اربعة. طيب ادي الاستاك بوينت راهو. طيب. اا تعالنا نشوف الادريسيز بقى تبقى عاملة ازاي. انت ده عندك بوقتي زيرو اكس اف اف اي. تمام? بعد كده عندك زيرو اكس. اا سوري سبعة في سبعة في الاول. تمام? سبعة اف اف اا دي تقريبا. صح? ماشي? هاتي كده عندك زيرو اكس سبعة اف اف سي. طيب ايب انت كده ده ايه? الاخر الانوان هتوصل. طيب الكلام ده جميل جدا جدا جدا. طيب انت هتيجي تخزن بقى ايه? انت هتيجي تخزن قيمة التي ون. تمام? قبل ما اا تحط في اا هتيجي تتخزن كده اما تروح للجال. صح? طيب. يبقى هنا كده المفروض ان انت كده هتخزن ايه? التي ون. تعال نشوف من الجدول اللي احنا كنا عاملينه. التي ون كان فيها ايه? قبل الجنب. طيب التي ون كان فيها ايه? كان فيها الافات دي. ومعها في الاخر السبعة وتمانين. واحنا قلنا ان احنا بنتكلم على يبقى احنا هنقول ايه? يبقى احنا هنقول كده عندنا افاتة هي. افاتة هي. افاتة هي. بعد كده كده السبعة وتمانين. يبقى انت كده وريته شكل قبل ما تروح تنفز الفانكشن بتاعة الجال عضو. طبعا ما تنسلش حتة ان هو ده عشان ما تروحش حلطة السبعة وتمانين في الاول. يبقى لازم الافات في الاول. بعد كده تروح حلطة السبعة وتمانين. بقى قديد كده السؤال خلص يا صدقي. تعال بقى نقرى السؤال الكوشن ده. اخيرا فيه سؤال. طبعا? يبقى ليه? احنا بنسبرزيرف تي وان. فاك لما قلت لك كنت بابعت فلاش. طبعا? الفلاشة دي. كنت بقى قول اللي انا بعته له. ارعب اي حاجة في الفلاشة معادي الفلدرات اللي عملتها. طيب. هل تي وان من الفلدرات اللي انا قلت له ما ترعبش فيها? لا. يبقى هو يرعب فيها براحته. ليه? يبقى انت هتقول له. هل مسلا علشان ان تي ده ازا تيمبرو ريجستر? ولا مسلا علشان سكوير از نستل بروسديور? ولا علشان بروسديور سكوير از جون تو تشينش. وتي وان. ولا علشان تي وان. طيب احنا قلنا اه اه الفونكشن اللي هي اللي عايزة تبريزيرف تي وان اللي هي نان بريزيرف اصلا. لو هي عايزة تبريزيرف فهي هتبريزيرف عشان هي محتاجة الرجستر ده. محتاجة بعد الكون. ده اللي هدف الاساسي. ده اول كلمة قلناها. يبقى انت عندك دي صح. دي كده صح. طيب. هل انت هتكفيه كده وخلاص تختار دي? لأ. لازم تبص على بقى الاجابات. الوقت بيقولك ايه? هل عشان ازا تيم برو رجستر? اه. ليه? لان تيم برو رجستر معناه ان هو نون بريزيرف. يعني ايه? يعني ان هو اي حد اي فانكشن معدية هتروح تستخدمه. صح? يبقى هي كده علشان التي وان ازا تيم برو رجستر. طيب. هل عشان اولا انت ما تعرفش الاسكوير دي نست البرو سيديو ولا? هو ايه لك وما قال لكش دي نست البرو سيديو ولا? فدي كده كده دي غلط. طبام? ثانية كده اعمل لك عشان ايه? دي كده كده غلط. طبام? ودي صح. طيب. هل عشان البرو سيديو اللي هي سكوير. الفانكشن اللي هي سكوير هتغايف تي وان ولا? انت ما تعرفش ما عندكش معلومة. انت بتاخد احتياطك. طبام? يبقى انت بدا ما قال لك كده يبقى دي غلط. ليه? لان هو ما قال لكش حاجة زي كده. يبقى كده انت عندك ديوز دي صح. يبقى انت عندك الانصر بتاعتك هتبقى ايه? هتبقى وان وفور. تعال بقى نشوف السؤال التاني. طبام? آآ بيقول design a register file that contained. تمانية register. تمام? والرجستر درول كل واحد منه مستطاشر بت. تمام? عشان تعرف طير الكلمة دي صح. يعني ده تمانية register. والرجستر ايه مستطاشر بت. طيب. the register file has only one read port. تهم? and one write port. as well as two enabled one for the drawing one for reading one for writing. طيب. اه draw the detailed circuit of your design showing the bit of all inputs and all. طيب. الاول حاجة اول حاجة انت هتديزاين الرجستر فايل. وبعد كده تعمله الايه? آآ الفول سيركت. ايه? انت ده ده ادي اول واحد اول مطلوب. وادي ثاني مطلوب. طيب. تعال نشوف الرجستر فايل هنصممه ازاي? تعال. هدي قولنا ايه? عشان تصمم الرجستر فايل. اول حاجة انت بتكتب له هنا. ستاشر بت. تمام? هتقول بقى عندك ايه? ان انت عندك دلوقتي? انت عندك عايز تريد وعايز تريد. انت تذكر وعايز تريد. تمام? يبقى انت محتاج اول حاجة تينيبل الريد. تمام? بعد كده. بعد كده عندك عايز تريد بقى الداتة. لو عايز تريد. يبقى انت اول حاجة هتينيبل الريد. تمام? نفس الفكرة. وتشوز ريجستر. تورايت. تمام? بعد كده يعني تختار ريجستر اللي هترايت عليه. بعد كده بترايت الداتة اللي انت عايز. يبقى انت دلوقتي تعالى نبدأ من نفس الكامده. انت اول حاجة في عملية الريد. يبقى انت محتاج ريد اينيبل. يبقى انت هتقول له كده. تمام? ريد اينيبل. ولازم تحط له تعرف له كل سلكية من دول. هي كفايلة كان بيت. لان السلكية الواحدة المفروض بتشايل بنتاية واحدة. فانت كأنك بتقول له ان هنا في مجموعة اسلاك. والاسلاك دي مسلا المجموعة دي عبارة عن مسلا خمس اسلاك. فمعنى كده يعرف ان دي خمسة بيتس. تمام? طيب. انت بت اينيبل بوان بيت صح? يعني هي اونيا اوف. خلص اون بيت. يبقى انت كده هتقول ايه? ريد اينيبل. تمام? طيب. تعالى بقى ايه? تعالى ناخد نمسح الكلام ده انت خلص يعني انت عرفت الكلام ده عامل ازاي? تعالى بقى ايه? او ممكن اكتبه بعد انا ما نيجي نعمل الريد. طيب انا دي عملت الريد. طيب عايز تشوز وان ريد ايه? وتشوز اه الريجيستر اللي هتريد مني. يبقى انت هتقول ايه? ريد ريجيستر نمبر. تمام? طيب. بعد كده هتعمل عملية الريد دي. بقى هنا هتروح اعمل ايه? عملية الريد داتا. الريد دي يعني هي كأنها المقروقة. طيب. لازم اوعى تسيب الرسمة كده لان انت لازم كل سهم من دول تسيقول له هو كام بت. طيب انت دلوقتي عندك دول عبارة عن ستاشر تمانية ريجيستر فايل وستاشر بت. طيب تمانية ريجيستر فايل يعني ايه? تمانية يعني انت عندك ثمن ريجيسترات جوة. كده تعدهم كده تمان حاجات. من زيرو لغاية سبعة في الاخر. طيب يبقى انت دلوقتي من زيرو غاية سبعة. انت دلوقتي عايز تتعبر عنهم باحتمالات. يبقى هتعبر عنهم كم? يبقى هتقول اتنين قس اكس بتساوي تمانية. يعني الاكس دي هتبقى بكام? هتساوي تلاتة. يبقى انت كده كأنك هتعبر عنهم كام تلاتة بت. طيب الريد داتا انت لما بتقرأ بتقرأ الستاشر بت. يبقى انت كده هتقول له هنا ستاشر. يبقى? كلام ده جميل. انت قدي كده بالنسبة للريد. طيب الريد هتقوله ايه? هتقوله اول حاجة. ريت ريجيستر نمبر. طبعا? بعد كده بتعمل ايه? اول حاجة طبعا يعني خلي الانيبل اول. ريت انابل. طبعا? وخلي بالك ان ده عبارة عن برضو ايه? سلكية واحدة. طيب. آآ الريد ريجيستر نمبر. برضو نفس الكلام انت بتختار يعني بتختار من نفس الريجيسترات. فانت عندك برضو تلات احتمالات. طيب. طيب. فاضلك بقى ايه? فاضلك هنا الحاجة الزيادة الوحيدة ان انت تعمل ايه? ريت داتا. هنا الداتا هتدخل داتا هنا. طب انت هنا لما بترايت بترايت كام? بترايت ستاشر بيت. يعني ستاشر سلكة. بس كده ادي انت كده ايه الشكل بتاعك بتاع الريجيستر فايل. طبعا تمسح ده كده. ده كده ايه? مش مطلوب مني. آآ ادي كده الشكل بتاعك مصبوع. طيب انت كده محتاج بقى تعمل ايه? الفول سيركيت. السيركيت الكاملة اللي هتريد بيها او هتريد بيها او كده. طيب. تعال بقى ايه? اول حاجة في خطوات ان انت تعمل السيركيت كاملة تعمل بوكس كبير كده. الورقة بتاعتك برضو نفس الكلام تعمل بوكس كبير. تمام? طيب. هتحط ايه بقى? هتحط الريجيستر فايلز بتاعتك بس المورا دي بقى هتبدأ ايه? تزوم عليهم شوية فهتبدأ تقربهم. فانت هتقول له عندك هنا زيرو. تمام? بعد كده هتروح هعمل كده شروط كده. هتقام ايه? آآ سيكس. اللي بقى كان انت هتترقيم عندك جدا من زيرو. يبقى دول كده عندك تمانية. طيب. الريجيستر دي غالبا بتبقى ايه? بتبقى آآ دي طيب. فانت هتقول هنا سي. كده. آآ طبعا السي دي بتدل على الكلوك. دي اللي هتعمل منها الان والافر على الريجيستر. تمام؟ وعندك هنا ايه? ادي ادي. طيب. تعال نبدأ نشوف. تعال نبدأ بالايه? واحد. الريد. الريد فاكر الخطوات كنا قلنا ايه? قلنا الخطوات ان انت بتريد آآ بتينيبل بعد كده تشوز بعد كده ايه? الريجيستر نمبر. تعال لما نبدأ ننفذ الكلام ده ننفذه بالعكس. يعني هنقول ان احنا لو عايزين نريد. يبقى احنا لازم هنريد واحد داتا بس. انت خلي بالك انت عندك هتريد هنا. خط ترسم ايه? سهم الداتا. ادي الريد داتا. تمام? طيب الريد داتا. انت عندك دلوقتي بتريد من كزا ريجيستر. فانت لازم تختار داتا واحدة بس هي اللي اتعدي. يبقى انت هتقام ايه? اللي بيختار لك حاجة من كزا حاجة هو ايه? المالتي بليكسر. وتقول له عبارة عن تمانية لواحد ماكس. اللي هي عبارة عن طيب. يعني ايه الكلام ده? يعني انت دلوقتي هتروح تختار اهو. ادي اهو. ماشي? ادي كده اهو. بعد كده ادي كده اهو. وسهل كواحدة بس هي ايه? اللي تعدي. يبقى انت كده عملت الخطوة التالتة من تحت الريد داتا. ان انت تريد اصلا. طيب. انت دلوقتي محتاج الخطوة التانية بقى اللي انت تشوز الداتا اللي هتريد اللي هتريد منه. فانت دلوقتي هتروح عامل ايه? هتقول هنا ريد ريجيستر على المسحة كده. ريجيستر نمبر. طبعا? هنا المفروض ان خلي بالك. ما تنساش كل سلكية كام? انت داتي عندك دي ستاشة. وعندك دي ستاشة. اللي انت بتريد ستاشة صحيح. طيب دي بقى ستاشة. فدي كده امان دي ستاشة. آآ مفروض? اه. ثانية نشوف احنا لا سمناها كده بفوق ولا العكس. ايه ولا سمناها كده. ماشي. بعد كده هنا برضو نفس الكلام بتريد ستاشة. طيب. انت دلوقتي الريد ريجيستر نمبر. اللي انت بتختار منه هتريد اني ريجيستر. انت المفروض دلوقتي تروح عامل ايه? تروح مدخله عشان هو اللي يختار. لازم هو اللي يسلكت. طيب ده بيسلكت بكم بت? بيسلكت بتلاتة بت. تمام? كلام ده هل في مشكلة? لأ. طيب. فضلك الخطوة الاخيرة بتاعة الانيبل. الانيبل هنعمله ازاي? انت دلوقتي عندك هنا كده آآ ريد. انابل. ماشي? طيب هتنابل ازاي? هننابل هو هنا راح عمل ايه? قال لك احنا ممكن نفكر ان احنا ننابله عن طريق بفر. بفر ده بفر ده بيعدي الاشارة زي ما هي. بس هو بيتحكم في كأنه كده. الظبط الظبط الظبط. تمام? يبقى انت كده كأنك بتقول ان انت عندك بفر اهو بفر اهو. اشيء البفر ده هو اللي بيتحكمك. لو الريد ده بواحد هيروح داخل هنا على البفر. مش عغل البفر فيبدأ يريد الداتا. طيب لو لو بزيره يبقى ما فيش داتا هتتريد. يبقى انت كده عملت ريد ايه? انت كده خلصت الريد. خشت على الريد. الريد خطواتها ايه? هنبدأ برضو من تحت الفوق. ان انت عايز تريد الداتا. طيب تريد الداتا يعني ايه? انت عندك سلكية هي اسمها راية داتا. تمام? السلكية دي شايلة كام? شايلة 16 بيت او بمكن هقولك حاجة حلوة بقى. احنا ممكن دي كده. خليها بره. ماشي. دي ستاشر بيت. ماشي. خلي دي كده بره. دي كده ده ريد. دي كده ده ريد. ماشي ونخليه ده ايه? ستاشر. طيب. وعندك ده برضو نخليه ده تلاتة. ونخلي ده كده. آآ ده كام نخليه ده كده. نخليه آآ احنا قلنا الريد يبقى واحد. بس كده ادي الكلام بتاعك زي الصور. طيب. انت عندك الريد الريد داتة انت بريد كام ستاشر بيت. طيب. لما تريد هتدخل الكلام ده على ايه? هتتدخل الكلام ده على دي. يبقى انت كده الداتة. يبقى انت هتعمل السلكة كده. تمام بعد دي كده ايه? تدخل مسلا واحدة هنا. تدخل ايه? نفس الكلام هنا كده. طيب. هدي تعمل كده اتخمونها كده. احشان تباين ان ايه? ان دي. واخد الريجستر ان دي. طيب انت دلوقتي هل انت لما تدخلت الريجستر هترايت على كله? لأ. يبقى انت لازم تتشوز النمبر اللي هترايت عليه. يبقى ان دي ايه هو ايه? رايت نمبر. طيام? ودي برضو عبارة عن تلاتة بيت زي الريد بالزبط. ان انت بتختار من نفس الريجستر. طيب. انت دلوقتي المفروض. انا دلوقتي انا عايز اختار واحد من التلاتة. يعني انا عايز انا دلوقتي عندي تلات احتمالات. طبعا? عايز كل واحد منهم يعبر عن واحد من دول. يبقى انا التلات احتمالات عايزهم يعبرو عن تمانية. طب ايه اللي بيحول لي من تلاتة تمانية هو الديكودر. يبقى انت كده هتدخل الكلام ده على وهتكتب هنا كده. تلاتة لتمانية. طبعا فين التلاتة? الدياتة هي السلكة دي. السلكة دي كأنها تتأسلاك جنب بعض كده. ماشي. يبقى ديكودر. تمام? طيب. بعد كده تطلع بقى ايه? تطلع اسلاك كده. هدي هو. كده. ماشي. بعد كده ادي اتدخل برضو واحد هنا كده. ماشي. بعد كده اتدخل نفس الكلام كده. واده اتدخل نفس الكلام كده. طيب. طيب انت دلوقتي انت معنى كده ايه? ان انت بمجرد ما تختار على طول. تمام? هيروح كاتب. طب انا مش قلت ان انا لازم بقى فيه محبس. لازم بقى فيه. طيب. يبقى انا لازم علشان اكتب على حاجة. لازم اكون مختارها. ولازم تكون اصلا الرايت انابل. طب احنا هتدخل الحاجة اللي انت مختارها. اللي طالعها بالديكودر. فاند مع الانبل. عشان تشغل الريجستر. طبعا السي دي كأنها الكلوك. يبقى هي كأنها هي اللي بتشغل الريجستر. يبقى انت هتقول ايه يا باشا? يبقى انت هتقول ان انت هتمسح تا كده. ده كده. ده كده. ماشي وهتقول له ايه? ان انا هدخل على ادي كمان. تعال ندخل كده على الايه? على الاند اللي عندنا. ماشي? هتدخل السلكية لو انت هتختار رقم زيرو. مستني ايه? مستني كمان سلكية من الانبل. تعال نزبط دي كده. مستني دي كده. بس كده. يبقى انت مستني كمان سلكية من الانبل. تعال ان الانبل هنا كده. اه دي الانبل. ماشي? يبقى انت عندك الانبل اهو. ده برضو سلكية واحدة. واحد. خبام? اه طبعا ما تنساش ان دي قبارة عن اه لان انت خلص انت بتطلع ايه زيرو واحد. يعني انت دهاتي لو اخترت رجزت مسلا رقم زيرو. فانت بتروح مطلع هنا ايه? واحد. يبقى دي عبارة عن سلكية واحدة بس. اللي هي واحد. خبام? ونفس الكلام هنا. دي برضو واحد. ودي كمان واحد. خبام? طيب انت فضل لك الطرف التاني من الاند هيجي لك بقى من ايه يا صديقي هيجي لك من الانبل. يبقى انت هتروح عامل كده. اروح عامل كده. تمام? ايه? يعني طبعا الرسمة بالنسبة لك. المفروض ان هي هتبقى مسلا تروح اعمل كده? كده. اهو كده. بعد كده ادي اهو. تروح واخد وصلة من دي كده. وتروح عاملها كده. ماشي? او مفروض ان احنا لما ناخد وصلة من دي. انا اقول حاجة احنا ممكن نعمل ايه? احنا ممكن نعمل كده. قدي نوصل على دي. وبعد كده نبدأ ناخد من دي وصلة. ماشي? نروح جنبين كده. بعد كده ناخد من هنا. وبعد كده نروح واخدين وصلة من دي. هنعمل جنب كده. بعد كده نروح ايه? موصلينها على الهنا دي. يبقى انت كده عملت بتاعك. طبعا تاخد الاند بقى الناتك من الاند. يدخش على الكلوك. ادي يخش على الكلوك. يخش على الكلوك. انت كده انت صممت السيركت بتاعتك وخلصت السؤال كله. طبعا? يبقى كده نخش عالسؤال اللي بعده. قبل بس ما نخش عالسؤال اللي بعده محتاجة اقولك ان انت عادي الارقام دي عادي تكتبها جوه وبرا يعني انت ممكن تكتبها برا ممكن تكتبها جوه. مفيش قانون بيلزمك. انا بس بقول يعني برا عشان يبقى شكله جوه يعني اوضح شوية من اللي احنا عاملينه ده. يعني ماشي. فانت بروحتك عادي يعني اكتبها. اما حاجة تكتبها بالله عليك اوعى تنساها. علشان يعني دي مهمة جدا هو اصلا مش طرط عليك في السؤال. لو قدرت هتلاقي ما هو مش طرط عليك. يعني ايه? يعني كان بالتاقل. بس كده. يبقى كده انت خلصت السؤال. تعال نخش على السؤال اللي بعده. السؤال ده جميل وسهل جدا. بيقولك ايه بقى? اسملي كودتو ايه? ستاك ستايل. طيب اللي ستاك. عشان نبدأ بيقولك ايه اسم من ايه وبي ار فيروز ان ايه. تعال لبقى الاستاك عشان نحول الاستاك نعمل ايه? تعال نرسم الاستاك بتاعتنا. تمام? الاستاك بتاعتنا? انت اول حاجة عشان تبدأ اهو ده الكلام ده يبعنا كده ان انت ايه? بتجمع الا الا الساوي بي زائد بي. تمام? بعد كده عندك كأنك بتقول ان الا الساوي الا ماقص السي. ده كده السطر بتاعك بالزبط هو متحول لكده. تمام? ده لما تيجي تحوله كده ايه? كأنه يعني. تمام? فانت دلوقتي محتاج ايه? محتاج اول حاجة تحط البي. يبعا انت البي هتعمل ايه? هتروح تقول اول حاجة. ادرس. نفس نفس الكلمة المكتوبة هنا هتكتبها هنا يبعا انت تبوش ادرس ايه? تبوش ادرس بي. تمام? طيب انت دلوقتي بوش ادرس بي. بقى انت حطيت البي هنا. تمام? طيب. انت عايز تجمع البي زائد البي. فانت هتروح تعمل ايه? بقى هتروح تعمل دوبليكيت للبي. يبقى هتعمل هنا دوبليكيت. فهيروح حاطيت لك دوبليكيت هي بروح ايه? نسخ لك البي هنا مرتين. تمام? بعد كده تروح عمل عملية الاد. يبقى هو كده هيروح شايل بقى الاتنين دول خلاص كده. بص كده بص بص. ويروح هاتيت لك ايه? البي زائد البي. لان هو عمل اد وحط وشايل الاتنين لما كان موجودين حط ايه? البي بلس البي. طيب لما عملت البي بلس البي انا عايز بقى احط الكلام ده في الايه صح? يبقى انا عايز احطه في الايه. طيب قبل ما تيجي تعمل عملية اليساوي دي قبل ما تيجي تعملها تبص على السطر اللي بعده. هتلاقيه مستخدم الايه تاني. بص مستخدمها هنا في العملية. او هنا بص ايه. خلينا نبص هنا. يبقى هو مستخدم الايه هنا تاني في العملية. مستخدم الايه في مرتين تم خلاص ما هي بدا ما هي عندنا ما نعمل لها دوبليكات. قبل ما ناخد ونخزن في الميمولي. بحيس ان احنا تبقى عندنا هنا كده. البي بلاس البي. طبعا? بعد كده نروح عاملين ايه بقى? نروح عاملين بوب. بوب لإيه? للآآ للآخر واحدة دي اللي هي البي بلاس البي نحطها في الادرس بتاع. دعني معلش. نحطها في الادرس. بتاع الاي? انت كده لغاية هنا انت عملت iyi? انت عملت السطر ده. طبعا? يبقى انت كده كل ده هنا ده عمالت ده. طبعا? اخر سطر ده. اللي هو يعني كانك بتقوله قيمة البي بلس البي روح تطلفي وتقاليف الايه. بالضبط 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 زي اللي بيحصل هنا اهو. الاي بيتساوي البي بلس بي. فانت كده كنفس ده هو ده. بس كده. يبقى انت غريضة وقت دلوقتي انت عملت عمل ايه? وخلي بالك بقى. لما عملت دي فانت وروحت مساحتي دي. بس فضلت عندك ايه? فضلت عندك بي بلاص البي. الي هي نفسها بتساوي ايه? الي هي نفسها بتساوي الايه. فانت هتروح اعمل لها ايه? هتروح اعمل لها طرح. طيب هو تعمل لها طرح مع الس. يبقى انت لازم تدخله que. هتقول له. ماشي? ادرس. ماشي? بعد كده تروح اعمل تقول له ايه? يبقى هو كده هيروح حطت لك هنا ايه? طيب. هتروح ايه له ايه? هيروح ايه له. هتروح ايه له صب. بس. صب بس. هو هيروح طارح بقى ايه? اللي هي اصلا بالساوي الايه. يعني احنا ممكن نمسح دي كده. ونكتب ان هي الايه. هيروح طارح دول. طبعا? خلاص. بعد ما يطرح دول. هو ده هيطرحهم. هيروح هيقول لك ايه? هيفضل هنا في الاستاك حاجة واحدة بس. اللي هي الايه? ناقص السي. هتروح اعمل ايه يا صديقي? هتروح تقايل له بوب. تحطها فين? هو قايلك الايه ناقص السي تحطها فين? تحطها في الايه. فهتقول له بوب. وهتروح اقايل له. ادرس ايه? بس كده. انت كده خلصت الكود بتاعك بالزبط. اهو 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 اهو. ماشي? بعد كده اللي ننسكش بعدها ايه. بس كده. خيب نيجي بقى للسؤال بعد. السؤال بعدها بيقول لك ايه? بيقول لك كمبيل السي�اء دي لمفس السيمبي كود. طيب. تعالها له ilkو جايب لك ايه? جايب لك Davidson جايب لك الشرط بتاعها ان الاكس اقل من خمسة. بس تعال نكتبي اني الصد ده كده ايه? بالطريقة اللي احنا عارفينها اللي هي الاكس اقل من خمسة خليلبي الساوي zero. طيب. لو الاكس آآ اه خليلبي الواي بالساوي واحد. طيب. ايه في ان الاكس اقل من خمسة يعني الشرط ده لو عمل واحد. صح? لو عمل واحد نفس لي الكلام ده. طيب. لو الشرط ده عمل لي زيرو. يعني لو عمل واحد نفس لي ده. طيب. لو عمل بقى زيرو. روح نفس لي ده. يبقى انا هقول له دلوقتي ايه? انا هقول له. عايز اتقارن دلوقتي ما بين الاكس والخمسة. فاكر ايه اللي كانت بتقارن اقل من? يبقى كنا بنقول ست قل الزان. دي كانت بتقارن اللي ما بين حاقتين. وهنحطها ايميديات. ايميديات ليه? علشان انت بتقارن ما بين الاكس وكون استمتل. اللي هو الخمسة. فاحنا هنقول ايه بقى? هنقارن وتحط الناتج بتاع المقارنة اللي هو يا زيرو يا واحد. نحط مسلا في التي زيرو. وانت لو بتحول من السي للأسيمبلي. انت من حالك انت استخدم التي زيرو. طيب. انت هتقارن ايه دلوقتي? هتقارن الاس زيرو بالخمسة. طيب. كلام جميل جدا. طبعا الاكس. الاس زيرو دي اللي هي الاكس صح? والدي اللي هي الواي. طيب. تعال نبص بقى. انت دلوقتي. دلوقتي ده طلع لك يا ايه? يا زيرو يا واحد. طيب. فاكن لما كنا بنقول ايه كنا بنقول دايما بنخلي ان احنا البرانش تنطل على الالس. طيب? طيب. امتى هتنطل على الالس? لو الناتج بتاع النهائي ده طلع بايه? طلع بزيرو. طيب. انا هقول برانش اكوال ان الاس بتاع تي زيرو. يعني الناتج بتاع تي زيرو. طلع بالزيرو فعلا. ماشي? روح نفز لايه يا صديقي? روح نفز للالس. وتقول هنا ايه? هنا كده عندك دي الالس. الالس هتقول ان ايه? هتقول ان اد. اه اس وان. والاس وان. او تقول ايه بقى? عبارة عن اه اد اميديت اد اميديت سوري. اس زيرو. لان انت كده كأنك بتقول عايز بالساوي الواي بالساوي وان. هنا بالساوي وان زائل زيرو. فالزيرو عندك هو الوجيزة الزيرو. وعندك الاد اميديت اللي هي ايه? الوان. طيب. ادي كده ده الكود بتاعك. ده اللي هو في حالة الاس. طيب تعال انا اقام بقى. هو دلوقتي لو برانش اكوال هيروح ايه? لو ده باكوال الزيرو هيرط هنا. طيب لو نوت اكوال وطلع بواحد فعلا. لو طلع بواحد يبقى هو هيعمل لي بقى الساين الواي بزيرو. يبقى انت هتقول ان اد. اد. الاس وان. خلام? ريجستر زيرو. تقولي اس وان. ريجستر زيرو. ويه? ريجستر زيرو. كده كأنه بتقول لي حطوه لي بزيرو. طيب تعال انا بقى دي لك حل تاني كده رايق. بص يا صديقي. دلاتي انت انت بلاحز هنا ايه? ان انا لما الناتك بيطلع بتاع الساين قل ازاين بيطلع بواحد بحط في الواي زيرو. صح? يعني بتوجل الواي. ولو اه اللي طلع بزيرو بحطها بواحد. يعني برضو بتوجل الواي. طيب. لو تفتكر من اللوجي كان ايه اللي بيتوجل? لما كنت اعمل للقيمة للفاليو اكس اور مع الواحد كانت بتوجل صح? كان بتقى مسلا بتتعمل توجل الساوي توجل. يعني لو هي بواحد هتروح تعمل توجل اه تعمل اكس اور مع الواحد هتلاقي بقت بزيرو. طيب لو هي بزيرو هتلاقيها بقت بواحد. تمام? يبقى كانت اكس اور مع الواحد هي اللي بتوجل. تمام? يبقى كده ايه? الفاليو اكس اور مع الواحد بتعمل ايه? طيب. هنهعمل نفس الكلام. انا هروح اعمل ده حل تاني بقى فاهم? هعمل ايه? هحط الناتق بقى مباشرة بقى في الايه? في اللي فيها الواي. لان انا هتوجل الكلام ده جغل الواي. فانا عايز الناتق جغل واتوجل جغل برضو. فانا هعمل ايه? هاروح اعمل تو jurisdictions تمام? هاروح اعمل عامل الس zero وعمل المقارنة بتاعتي عادي جدا. تمام? وبعد كده هاروح اعمل ايه اعمل مفشي? وجوه برضو. ثم هعمل بعد كده هاروح اعمل ايه واحد. كده هتروح ايه عاملة اوجين. ده بص ده في سطرين. وده في ايه في كامل سطر. الاتنين صح. تمام? بس هو ده حل ايه اروأ بكتير. طبعا انت ممكن في الانتحاء ما توقعش حاجزة كده. فهتشتغل برانش اكوال وبرانش نوت اكوال عادي جدا. طيب تعال بقى صديقي نشوف السؤال اللي عاده بيقول ايه. بيقول لك ايه دي يبقى اسمبلي تو ايه تو سي الانجودش كود. تمام? وبيقول لك حط اللي انت هتفرضها في ايه في جدوان. طيب الكلام ده جميل جدا. تعال نشوف ايه الايه الكود اللي عندك ده. بص يا صديقي. اول حاجة بيقول لك ايه? بيقول لك ان انت هتطرح اس ون ناقص اس تو. طيب ما تيجي ندي للسات اسماء. يعني نحاول ندي الاسات اسماء. طيب هنقول مسلا اس ون دي باكس. تمام? والاس تو دي بواي. تمام? طيب انت في الجدوان بتاعك كده هتقول له ايه? هتقول له ان الاكس دي الاس ون. اس ون هي اكس. تمام? والاس تو هي الوقت. تمام? خلاص. طيب احنا كده ايه يعرف? طيب انت كده كأنك بتقول له ان التي زيرو. التي زيرو فيها ايه? بتساوي الاكس ناقص الوقت. تمام? كلام ده لوقتي جميل. خصش على السطر اللي بعد والسطر اللي بعد بيقول لك ايه? بيقول لك ان ان انت عندك التي زيرو بقى هتساوي ايه? هتساوي. شفت لفت اتنين. يعني ايه شفت لفت اتنين? لما يقول لك شفت لفت اتنين في اقود زي كده. مش بقصود بيها ان هو هيشفت. بقصود بيها ان هو هيضرب. فاكن لما كنا بنقول ان اللفت بيدرب. والريت بيقسم. يعني الشمال بيدرب والليمين بيقسم. تمام? طيب. لما قول لك شفت لفت اتنين انت عايز تقعب ضرب في كام? تعمل ايه? تعمل هعمل كده يا صديقي بص بص هنا. هتروح هعمل ايه? هو ضرب في كام? يبقى هيبقى ضرب في اتنين. الاكس. الاكس ده اللي هو ايه? اللي هو الرقم ده. يبقى هو كده الرقم ده. يعني مسلا لو هنا كتب لك شفت ليفت اتنين. يبقى هو ضرب في اتنين قص اتنين يعني باربعة. طب لو ده قال لك مسلا تلاتة يبقى هو ضرب في تمانية. فاهم? فهو مشيها كده. ودي قاعدة لازم تكون عارفها وحاول تكتبها وترجحها لليل تتبعها. طيب. بيقول لك يبقى بيقول لك ان تي زيرو بساوي اربعة في اكس ناقص واي. اللي هي اربعة في تي زيرو. ماشي? يعني هو اربعة نكتبها يعمل بالتفصيل عشان ايه? ماتتوحش من اربعة في تي زيرو. اللي هي بالساوي تي زيرو اصلا احنا كنا فوق قلناها ان هي اربعة في اكس ناقص واي. طيب. كلام ده جميل جدا. تعال كده بالتفكير المنطقي. هو احنا لما كنا بنضرب حاجة في اربعة كنا بنعتبرها ايه? كنا بنعتبرها كأنها اي. كأنها اي كاونتر. وده اللي كنا بنجيب بالاندكس صح? يبقى انت توقع كده بقى. ان الاكس ناقص واي دي ايه? ان الاكس ده اص واي دي عبارة عن اندكس. طيب انت تتوقع تتوقع? استنى بقى. نشوف ايه? نشوف التوقع ده صح ولا? طيب هو بيقول لك ايه بقى? بيقول لك اجمع لي على تي زيرو. اجمع لي عليها. الاس تلاتة زائد التي زيرو. يعني هتقول مسلا لو افترضنا الاس تلاتة دي. آآ نسميها مسلا ايه? نسميها مسلا بي. طبعا? يبقى بي زائد نشي? التي زيرو. اللي هي ايه? اللي هي دي اصل. طبعا? طيب. انت فيش فاكرة الحوار ده? تعال هدو الوقت يبقى ايه? هتلاقي ستور ولود. هتلاقي ان الستور البيز موجودة في التي زيرو. يعني كده بقى ايه? معنى كده ان التي زيرو التي زيرو دي شايلة ادرس صح? طيب. شايلة ادرس يعني ايه? شايلة ادرس. يعني انا البي دي عبارة عن ادرس برضو. ورحت جمعت عليها اندكس. طبعا? يعني كإن مسلا لو انا عندي البي دي ادرس مسلا الف. طبعا? او مسلا خليها ايه بقى? دي سبقا. الف مسلا. انا عايس عشان اجيب الادرس اللي بعده عشان اجيب الاندكس اللي بعده. رحت اخليته الف واربعة. طبعا? فانا كده يبقى نعتبر ان ان البي دي عبارة عن адرس برضو خبرك هنسميه بيه. طيب والتي زيرو التي زيرو دي عبارة عن الاندكس اللي بنضط به عاليند يعني زي كونتر كده بنضط بيا لاندكس اللي بعد. طيب هو هنا راح عمل ايه? هو هن راح قل短 هاتي القيمة اللي جوه الادرس اللي موجود في التي زيرو حطها ليه يبقى انك انت كان انك بتقول ان التي وان هتساوي ايه? هتساوي القيمة اللي جوه ايه? القيمة اللي جوه الادرس اللي هو بي زائد تي زيرو. طبعا? طيب كلام جميل جدا. اللي هو اللي هو بيعبر من الاخر عن تي زيرو. يعني لقت معي? يعني هو من الاخر هنا. هو عمال يلعب الخطوات اللي في الاول دي. الخطوات في الاول دي. عشان يزبط الاي اللي احنا قلنا عليه انه هو عبارة عن الاندكس. اللي احنا نجيب بيه الاندكس اللي احنا نحطه في القوس ده. طبعا? طيب هو بعد ما زبط دي هيبدأ بقى يجمع الاي ده على البيز. على الاساس عشان يجيب ايه? الاندكس اللي هو عايزه. يعني هو مسلا لو ده البيز. فهو دلوقتي عايز يجمع الاي عشان مسلا ينط على الاندكس ده. فهم? فهي دي كده. فهو هنا بقى ابتدى يجمع ويحط على البيز. طيب. بعد ما جمع البيز هيبدأ بقى ياخد الكونتينت ويحطه في التي وان. طب بعد بنحط في التي وان. هيروح مخزن القيمة اللي في التي وان دي. في آآ برضو. اس فور ده عبارة عن ايه? شكله. ده عبارة عن قد. عن بيز برضو. عن بيز. انا بتقرد مسلا ان هو بيز اف ايه مسلا. تمام? يعني كأن ده الاي زيرو. تمام? وشفت كام? شفت عشرين. طب العشرين دي فاكر لما كنا بنقول في اللود واللستور وورد. في اللود واللستور وورد. تمام? كنا بنقول ايه? بنضرف اربعة. فاحنا لما عايزين يجيب الاندكس بقى اللي هو الرقم اللي جوه هنا ده. يبقى لازم نقسم على الاربع. تمام? طيب يبقى احنا هنقول ايه بقى? آآ يقول ان البي. وخلاص احنا سمينا ده. كده ايه? خلينا ايه? تمام? بسمينا ده ايه? يبقى الايه. كان بقى خمسة صح? لان احنا لما قسمنا العشرين على اربعة طلقتنا بخمسة. يبقى العشرين. يبقى الايه خمسة? بتساوي ايه بقى? بتساوي التي وان. التي وان شايلة ايه? شايلة الكونتنت. الكونتنت بتاع البي زائد التي زيرو. يعني كأنه شايل الكونتنت بتاع البيز. تمام? ومعموله ايه? معموله كاونتر. طب الكونتر ده انت لو رجعت اصلا التي زيرو دي اصلها ايه? اصلها فور اكس ماينس واي. يبقى انت كأنك بتقول طبعا الفور دي ليه علاقة بالبيت والبيت لكن الاساس الكاونتر بتاعك ايه? هو الاكس ماينس واي. يبقى كأن الاي اللي هي اللي جوه الاندكس بتساوي الاكس ماينس واي. تمام? يبقى كأنك بتقول كده. بالزبط. يبقى هو ده السطر بتاعك اصلا بتاع الكوت. تمام? طيب انت ما لقطش الكلام قوي. ما لقطش الكلام قوي. ارجع حول السطر ده لأسيمبلي. ارجع حول السطر ده لأسيمبلي. هترقت هو عمل ايه بالزبط. طيب. يبقى هو كده تعال نضطرت بقى ان هو ايه? هنسمي الحاجات اللي هو اللي احنا عملناها. هتقول ان انت عندك هي ايه? ثانية. البيز ادرس اف ايه? اف الري بي. طبعا نخليها ايه? اه بي. اه دي عبارة عن ايه? انتجر. ليه انتجر? لان احنا قلنا. نقول بس اف انتجر او اف انتجر بي. طب ليه? ليه انتجر? لان انت بتتكلم ان كل واحدة منهم واخد اوورد. فورد يعني اربعة بايت. يعني ايه اربعة بايت? اه يعني انت بتتكلم في انتجر. الانتجر? اربعة بايت. طيب. تعال نكمل الكلام بتاعنا. طيب يبقى الاس فورد بقى شايلة ايه? الاس فور. ادرس اوف ارري نفس الكلام. ايه? طبعا? والارري ايه دي عبارة عن ايه? عبارة عن انتجر برض. طبعا? يبقى تعال نبس نرجع بسرعة كده. انت دلوقتي انت كان عندك كاونتر اللي هو الاي اللي بنحطه جوه الاندكس. طبعا? قالك ان الاي ده نعتبر ان تي دي هي الاي. طبعا? يبقى كده كأنك خليت الاي بالساوي ايه? بالساوي. الاكس ناقص واي. طيب الاكس ناقص واي. يبقى عشان تجيب بتبدأ تجيب الاندكس. هو ده اكس ناقص واي مسلا الاكس باتنين. والواي مسلا بواحي. يبقى انت كده يطلع لك واحد. فانت الواحد دي عشان تبدأ تجيب بها يبقى لازم تيجي تدرفة اربعة. صح? طيب. يبقى انت هو هنا راح درفة اربعة. تمام? براح جامع ده على البيز. بحيس ان هو يغير الانوان اللي جوه ينططه على طول على الاندكس اللي هو عايز يروح. طيب? بحيس ان الافس يبقى ايه? في الخطرة بعدها تلاقي الافس بزيرو. تمام? بص اهو. ادي افس بزيرو اهو. تمام? وعندك البيز موجود في التيزيرو صح? من الخطوة اللي قبلها. طيب. وبعد كده عمل ايه? حط الكم ده في التي وان. وبعد كده راح حط التي وان خزن التي وان. في ايه? في ال اي فايف. تمام? طبعا اختلاف مسميات هتلاقي الاجابات في السلايز باختلاف مسمياته في الكتاب قصدي. اختلاف مسمياته كده بس انت تقفاهم الخطوات الافسية. ونبدأ نخش على السؤال اللي بعد. على بقى صديقي على اخر سؤال عندنا. اخر سؤال عندنا بيقول لك ايه ماشين كود. تمام? جايب لك الكود ده. بيقول لك ايه 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 ادرس اكس زيو. طيب ماشي اكويفلنت مابس اسيمبلي سيجمنت. عايز يحولوا للميبس اسيمبلي سيجمنت. تمام? اه 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 طيب تعال هنشوف ايه? تعال هنشوف ايه? تعال هنشوف بدا. تمام? انت ده هو الاساس بتاعك. بقى كده واحد. ستة واحد واحد. زيرو زيرو غن. عادي كده زيرو 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 زيرو. بعيد. تعال بقى. انت دايات التفاكر لو تفاتحي في الميبس. بتاعتك عبارة عن ايه? اتنين وتلاتين بيت. اتنين وتلاتين بيت يعني كم يعني تمانية هيكس ديجيت. تمانية هيكس ديجيت. يبقى انت لما تشوف حاجة زي كده. ويتلاقيهم عبارة عن اربعة واربعة واربعة اربعة يعني ستاشر. يبقى تعرف ان دول عبارة عن ايه? عن تو انستركشنز. مم? طيب. لو دول تو انستركشنز يبقى انت هتعمل ايه? يبقى انت هتاخد اول تمانية تحولهم. خلال بعد اجلال تانية تمانية تحولهم. طيب. تعالي نبدأ نبدأ في اول واحدة. طيب. انت عندك وزياتي واحد ستة واحد زيرو زيرو واحد. طيب. انت عندك دي عبارة عن ايه? دي عبارة عن اه لو بسكك كده هتبدأ الاول تحولها لبينر. طب باينر التحول ازاي? نبدأ تحط كده. حط كده. حط كده. تبهان? يبقى انت اول خطوة هتعملها ان انت هتحول كل كل من دول لاربعة اربع تبدا? تبقى انت عندك واحد ايبقى انت هتقول بعدي كده الستة عندك هتبقى عبارة عن اا اتنين واربعة تقرأ بها تبقى عبارة عن زيلو وان وان زيلو. تمام? تحول برض تاسح rate تاسهم اربعة زي كده. هم? طيب. اه بص على اللي بعده وابارة عن ايه? اه اللي بعده وابارة عن واحد برضه فيبقى زيلو زيلو وان. بعد كده وان دبتوا نفس الكلام. زيلو زيلو. بعد كده زيلو زيلو زيلو. بعد كده كمان زيلو زيلو زيلو. بعد كده هيبقى عبارة عن سي advanced. طيب. انت دلوقتي تعمل ايه? انت عشان تبدأ تحدد الفنكشن دي. دي نخلي ماك دي يبقى انت لازم تحدد الفورمات. خبام? يبقى لازم تعرف ايه ايه فورمات فيه. طب الفورمات فاكر الاوب كود. الاوب كود كان بياخد اول ستة بتاع الشمال. صح? يبقى انت هتبص على اول ستة بتاع الشمال. هتبص هتلاقيهم ايه? بص كده. هتلاقيهم مش زيرو. صح? بدان مش زيرو يبقى دي مش ار. يبقى تاخد الرقم ده. ماشي? الرقم ده. وتحولوا ليه? اه تشوف بتاعه كم? تمام? بعد كده تروح من الجدول. تشوف الرقم ده بيعبر عن طيب. انا عشان ما ده اشرت الفيديو هنحوله ونشوف ايه? ولا بلاك من غير ما نحول. اه بص ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن من اليمين للشمال كده لو بصينا. ادي دول ستة اه ده هيبقى عبارة عن تلاتة. صح? هيبقى عبارة عن تلاتة. تعال روح نشوف الجدول. التلاتة دي عبارة عن ايه? طيب نرجع تاني. اولا دي مش تبقى تلاتة معلش انا اه بقى الحسابات. تبقى خمسة. هام? طيب تعال بقى نبص في في الجدول على الوب كود نشوف الخمسة دي متعبر عن ايه? هنبص كده. هده بتاعك هتلاق بص تلاقي الخمسة بتعبر لك عن ايه? بتعبر لك عن يبقى انت كده يا صديقي. الصدوق عرفت اني دي بتعبر عن يبقى انت كده تكتب طيب. دي عبارة عن ايه? تعالي وكان عندك ستاشر للايه? صح? طيب انت دلوقتي عندك. هتبص على الخمسة بتاخد خمسة صح? تعال ان نغير كده اللون. آآ نقول مسلا احنا عندنا دول كده. ادي اهو. ادي اهو كده. خمسة واحدين تلاتة اربعة خمسة. ادي اهو. ادي اول بعد كده. ادي دول بعد كده الباقي كلهم عبارة عن تلاتت. خمسة واحد اتنين اربعة ستاشر. حتدstream ده كده لما تحولوا لدسيمن هيبة عبارة عن ايه? هيبة عبارة عندك عن آآ هئي اعبارة عندك عن كمستانت. واحد اتنين اربعة. potatoes ستاشر. هيدا عبارة عن ستاشر. تمام? وده كده ستاشر. وده كده سبعة عشر. هتبص بقى تروح للجدوة البتاعك وشوف السبع وسبعتاشر دول اني في الريجستر دول. خيط. ستاشر هتلاقيه عبارة عن اس زيرو. وسبعتاشر هتلاقيه عبارة عن اس وان. خيط. تعال نرجع للكلاب. نرجع نقول ايه بقى? يبقى انتا كده. الناتج خلي بالك ان دي الار تي. يبقى ده كده عبارة عن اس وان. وده الاس زيرو. خلي بالك الار تي. اللي هو ده. ده هيتحط في الايه? لما في البرانش اكوال. كنا بنقول ان احنا بنحط بالترتيب. يعني بنحط بنفس الترتيب. يعني تحط اس زيرو الاول. نفس الترتيب الار اس والار تي. يعني هنا الاول وهنا في التاني طيب. يبقى انتا كده هتقول الاس زيرو والاس واد. طبعا? طبعا ما ننساش عن تدوره. ماشي? طيب. بعد كده هتقول بقى ايه? ان انت هتنط الالوان. طيب الوان دي هتلاقيها عبارة عن ايه? عن واحد. طبعا? كده كأنك هتنط الواحد. طيب. بس هنسميها طيب. تعال بقى نشوف السطر الى بعض. هتلاقي تتبعه عبارة عن ايه? زيرو ايه? مصفر كتير. زيرو. ايه? مصفر لغاية الآخر. طيب لما الكلام ده نحوله بقى نحوله هيبقى عاملة ازاي? هتقول ان هو عبارة اول حاجة. الزيروهات. كمان? كمان? بعد كده الاي؟ الاي دي عبارة عن عشرة فهتبقى تقريبا زيرو ون زيرو وم. كمان؟ بعد كده زيروهات. بعد كده كمان زيروهات. زيروهات بقى الغد الاخر. ثانية بس نتأكد بقى ايه? ادي واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. خيط. انت دلوقتي عندك خلاص الاتنين وتلاتين بيرتو عاقهم. طيب تعال بقى ناخد ايه? ناخد الاول ستة عشان نميز دي فيهم. لقيت الاول ستة دور ما بيساويش زير. يبقى دي مش فورمات. يبقى هتبص كده تجمع هتلاقي ان دي عبارة عن اتنين. صح? طيب المرة دي بقى ما اتبطاش فيهم. تعالوا نشوف الاتنين دي عبارة عن ايه? تبص تلاقي الاتنين بتاعتك عبارة عن جامب. اووو. يبقى دي بتعبر عن الجامب. طيب تعالة. يبقى انت كده عبارة عن ايه? عن جامب. طيب. الجامب عايزين نعرف بقى ايه بتاعتها. هلأ انت هنا في الجامب عندك اوبرانس? لأ انت عندك ستة وعشرين بيت. دول ستة وعشرين بيت. ستة وعشرين. صح? طيب ستة وعشرين بيت يعني ايه? يعني انت دلوقتي عايز تحول الستة وعشرين بيت دول. انت المفروض ان انت لما تعمل جامب تحط هنا اتنين وتلاتين. صح? اتنين وتلاتين. طيب انت عايز بقى تحولها ليه آآ ستة عايز تحول ستة وعشرين لاتنين وتلاتين. هتعمل ايه? فاك لما كنا بنقول ان احنا بنحط الاربعة العشمال بتوع البروجرام كاونتر. وبنحط على يمين هنا ستفرين. طيب. يبقى انت كده هتحط الاصفار بتاعتك. تمام? دي هو اربعة. بعد كده اربعة. بعد كده اربعة. ماشي? بعد كده كمان آآ اربعة. وكمان اربعة. ماشي يعني المهمة تكمل اصفار لغاية ما توصل ايه? للزيرو وان اللي في الاخر دي. كده ايه? اربعة. طيب انت البروجرام كاونتر هو قال لك في السؤال ان البروجرام كاونتر زيرو اكس. يعني هنا كأن بيقول لك ان البروجرام كاونتر عند الزيرو. صح? يبقى البروجرام كاونتر هتحط ايه? اربعة صفار على الشمال. وسفرين على مين? اه دي كده ده? الادرس اللي انت هتعمله جميل. بالاتنين وتلاتين بت. طيب? طيب. كلام ده جميل جدا. دلوقتي بقى المفروض ان انت الادرس بتاعك بتحط هنا. طيب? طيب احنا بقى عايزين نحول بس الادرس ده الهكس عشان يبقى سلفل ايه. طيب. انت عندك هيتحول الهكس ديسمال ازاي? انت عندك كل صفار قصة. طيب? ما فيش الا دول الاربعة دول هم اللي فيهم وحاجة. فدول لما يتحولوا هيبقى تمانين. طبعا? صح? وهنا عندك زيون. بعد كده تكمل بقى ايه? الباقي زيون هات زي ما كنت. طبعا? اه دي كده انت حولته للهكس ديسمال ادرس بتاعه. وتروح مسلا نسميه احنا سمينا اللي فوق آآ اه ال وان. طبعا? وخلي بقى لك ال ال وان كانت هنا ايه? الادرس بتاعها الهنا منجيبه هنا واحد صح? لان احنا هنا المفروض دي متخزين واحد اهي? تمام? هنا بقى هنا الادرس بتاعك هو ده. بالهكس ديسمال. تمام? كلام ده جميل جدا جدا ولا تانية? بالهكس ديسمال اه صح صح صح. كده بالهكس ديسمال. طيب. اه ايه تانية? اه المفروض بقى دوقتي هنسميه مسلا لتو. تيجي في الاخر تقول ان لان ده مبارة عن افست. تمام? طبعا تفاكر برانش اكوار برانش اكوار كنا نعمل افست ده. اه بنعد بعد نبدأ الزيرو وبعد كنا نعد فاكر الحاجات دي ولا مش فاكرة يا رب تكون فاكرة. نعم? والافست ده كان واحد. تمام? طيب. والل تو عبارة عن ادرس. تمام? والادرس ده عبارة عن ايه? زيرو اكس زيرو ايت زيرو 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 زيرو. تمام? ايه دي كده انت عندك ده ال ال وان وده ال ال تو. طيب. 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 تعال انت ده بقى نشوف السؤال بتاعنا هيتحلل ازاي? طيب احنا قلنا ان اخر حاجة بصدنا لها ان ال ال عبارة عن ايه? عبارة عن برانش نوت اكوار. اس زيرو. اس وان. تمام? وبعد كده عندك ال وان. وقلنا ال ال وان دي خلي بالك. بالله عليك اوعة تنسى الحواد. ده ان في ال ال وان دي عبارة عن افت. تمام? والافسد ده احنا طلعنا قيمته كام بساوي واحد? واحنا قلنا بنبدأ عد من فين? بنبدأ عد من ال اللي بعدها? وال ال اللي بعدها تبقى زيرو. يبقى انت زيرو وهنا واحد. يبقى المفروض ان هي تبقى ايه? في اللي بعدها. تمام? طيب. يبقى احنا كده همحط ال ال دي كده اللي واحد. طيب. تعالنا نبص على الكلام البعض. يبقى احنا قول التانية وال والخطوة اللي بعدها كان ايه? كان جمب. تمام? يبقى كان جمب. آآ كنا بالنط الايه? لالتو. والتو ده كان ادرس. تمام? كان ادرس. طيب. دلوقتي احنا بعد وصلنا لان الالتو ده عبارة عن ادرس. طيب الادرس ده محطوط كده مفروض ان هو تحت خالص تمام? يعني مسلا نعتبر ان هو التو هنا كده. تمام? طيب. تعال يا صديقي بقى نشوف احنا عايزين نعمل ايه? هو دلوقتي قال لكن ده الكود ده الواقع بتاعك. تمام? ده كده الواقع بتاعك. يبقى لو هو يعني لو دون بعض نطل لي هنا. طيب ماشي. لو هما بعض بقى روح اعمل لي كده. هتنط على ده. هتخش على الجنب هتلاقي نفسك بتنط على ده. طب ما انا ممكن اعمل حاجة حلوة. ما انا ممكن اقول له لو ده. تمام? الاس زيرو. اد ده. يعني اختصر خاطة الجيم الاخر. تمام? روح نطل لي على 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 المباشرة. صح? يعني انا داتي لما قلت له لو لو اكول لو اكول روح اكول على مباشرة تمام? يبقى هنا كده ايه? هاروح ناطت على المصاف. طيب لو هما حسنا في الاصل ده. لو هما حسنا في الاصل ده. هيروح حسنا لو هما نوت هنا هيروح هنا اكمل على الوان. صح ولا اه؟ يبقى هوا لو اكول هيروح عامل لي ايه؟ راح رايح لي هنا. صح؟ طيب. لو هو هيروح رايح لي على الوان. طب هنا بقى نفس الكلام. هنا لو نوت هيروح رايح لي على الوان. طب لو هما هيروح داخل على الجنب. في الجنب هتخليه نوت على ايه? على الوان. هتلاقيها نفس هي هي كل حاجة. بس. فهايدي هو الده اللي كان طالبه مننا. طيب انتس هك看一下 تظهر هو كان طالبه مننا فين? هو طالبه مننا بص لما قال لك الصدد ده. الصدد ده يقول لك ايه? يقول لك انهانس دردابلتي. ثاني معلش اجيب اه اه. انهانس دردابلتي. ثان? افزا بروديوز كود سيجمانت يوزن ايه ايه افروبيات ميبس سو انستركشن. احنا كده حسننا انت كده بدل ما كان عنده انت كده بقى عندك ايه واحدة بس. بكده احنا نكون خلصنا حل فول عشرين واحدة وعشرين. اه اتمنى يعني الى حد ما يكون الموضوع يعني تبسط ايه انا عارف ان الامتحان طويل وبيلغبط شوية وممكن تكون مش لقت حاجات. بس يعني مع بعض هنحاول اقدم نظر نبسطه ونخلي الموضوع اسهل بكتير. اه لو احتاجت ايه حاجة طبعا انت عارف الفيز بتاعنا تبعط لنا واحنا ايه معك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة